كبير القارة الأفريقية وصاحب أكثر عدد من البطولات النادي الأهلي يخسر بخماسية أمام فريق صندونز تخيل نتيجة كارثية للأهلي أمام صندونز بخماسية جديدة بعد خماسية 2019 نتيجة تعيب النادي الأهلي تعيب تاريخه العظيم نتيجة يتحملها كل من في الأهلي يتحملها الجميع إدارة وجهاز فني وبالتأكيد اللاعبين أبطال من ورق أبطال صفحات السوشيل ميديا أبطال غير مؤهلين يكونوا حتى أبطال أنفسهم إدعدام مسئولية واستهتار موهبة ضئيلة وأساسيات غير موجودة زعل زعل كبير جداً على النادي الأهلي بس الزعل الأكبر على حالة كرة المصرية كلها كل حاجة غلط يهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بص أنا عارف أن قبل ما أخشي لك النهاردة على الهوى سمعت وقريت وقلت كل حاجة ممكن تتقال عن النادي الأهلي النهاردة أكيد سمعت أن الأهلي النهاردة لعبته كانوا سيئين وعملوا أداء كارثي قدام سندونز أكيد سمعت أن مارسي كولر أدار مباراة كارثية أكيد سمعت أن إدارة النادي الأهلي مخطئة في الصفقات الجديدة والقديمة وخلافه أكيد سمعت كل حاجة من دي بس النهاردة أنا مهموم وهشاركك همي ولو أنت متبعني من بدري فأنا كان دايماً بحاول أساعد نفسي وأساعدك أن احنا ندور على حاجة فيها طاقة إيجابية بس ما كدبش عليك ما كدبش عليك أنا النهاردة حسيت بكل الحاجات الوحشة بتاعت الكرة المصرية في مباراة الأهلي وصندونز يعني يعني فكرت هو النهاردة مين اللي هيبقى مبسوط بخسارة الأهلي بخماسية يا ترى مين جماهير الأندية المنفسة طيب مين بيفرح لما الزمالك بيخسر جماهير الأندية المنفسة فأصبحت سعادة وفرحة جماهير النادي الأهلي والزمالك اللي على السوشال ميديا مش جماهير الكرة الحقيقية بتاعت زمان جماهير الكرة اللي بتتأثر بأي فريق مصري بيخسر في بطولة أفريقية دي ما بقوش موجودين الجماهير اللي هم جماهير بجد بقى اللي تربنا معاها ومتربنا على فعلا جماهير محترمة وجماهير كده اللي هي فهمة يعني ايه كرة وفهمة يعني ايه نادي مصري بيلعب فتحول أو تحولت الجماهير سعادتها بخسارة ده وخسارة ده مش فوس فريقه خلاص ما بقاش بيكسابوا كلهم بقت النتائج كلها صعبة ففجأة وانا قاعد بفرج على المطش افكر في منتخبنا الاول عامل ايه اخر عشر سنين افكر منتخبنا الاولمبي عامل ايه اخر عشر سنين افكر منتخبنا للشباب عامل ايه اخر عشر سنين افكر منتخبنا للنشيين عامل ايه اخر عشر سنين افكر اتحادات الكرة اللي قداروا الكرة المصرية اخر عشر سنين عملوا ايه أفكر إدارات الأندية نادي أهلي وزمالك وإسماعيلي ومصر والتحاد عملوا إيه فاكتشف إنه حال الكرة المصرية حال يا جماعة كارثي أيوة هقولها لجمال النهاردة وقام لي لله كارثي وبصراحة بقينا نقول كلنا كلام مكرر يعني أنا مطالب مني أقولي النهاردة هقولك أنا مطالب مني أقولي النهاردة مطالب من دماغي يعني مطالب النهاردة طبيعة الحال يعني أقول يا جماعة إزاي لعيبة النادي الأهلي كده إيه كواليتي بتاع لعيبة النادي الأهلي ده بالمقارنة بكواليتي اللعبة سانداون هو ده كلام جديد هو ده كلام جديد لأي لعب في مصر دلوقتي ده جنبيا النهاردة في نهاية كأس الأم الأفريقية للشباب على أرضنا جنبيا السنغال النهاردة بتاخد كل البطولات الأفريقية شباب ونشئين ورجال ونساء وشاطئية وكل حاجة ويجي حد يقول لك لا لا بس الأهلي النهاردة عارف لو كان لعب أربعة اتنين تلاتة واحد مش أربعة كان محتاج يدفع شوية بس يعني بص هو أصل المحترفين اللي في النادي الأهلي المفروض الأهلي يجيب محترفين أحسن من كده طب بص لا أصل إدارة النادي ما جابتش صفقات جيدة إدارة نادي إياه يا جماعة ما تخلونا نتكلم على المكشوف كده الحكاية مفهومة عند الكل مش الأهلي بس الكل إدارات أندية دلوقتي في مصر يحركها السوشيل ميديا يعني السوشيل ميديا هو اللي بيقول اللاعب ده يتجاب وهو اللي بيقول اللاعب ده يمشي السوشيل ميديا هو اللي بيقول المدرب ده ييجي والمدرب ده يمشي السوشيل ميديا هو اللي ما يخلكش تروح تعير محمد الشناوي في يناير وجايلك فيه 60 مليون جنيه عشان الجمهور على السوشيل ميديا ما يتعصبش عليك السوشيل ميديا هو اللي مش هيخليك تبيع قليو ديانج وتستفيد من فلوسه وتروح تجيب مهاجمين أو لعبين مهمين رغم أنه هو لعب مهم عشان جمهوري السوشيل ميديا ما يقولكش أنت بتتفرض في نجوم الفريق فين بقى الإدارة اللي بتشتغل طيب هو الإدارة اللي بتشتغل نمشي مفهوط تعمل سكاوتين تيم وتروح تجيب الكشفين وتجيب لعبة من غانا ونيجيريا والسنغال عندهم 17 سنة ده الأهلي قبل كده جاب فليكس وعنده 17 سنة من غانا فين الكلام ده بدلوقتي بيحصل كم لاعب النهاردة عنده 17 سنة موجود في أرض الملعب من النادي الأهلي زي ما بيحصل في عندها كبيرة عالمية فيش فيش تخطيط ما نقولك حاجة ما أنت طول ما أنت بتكسب اللي أمر كلها حلوة وأنا أعظم نادي وأحسن نادي وكل حاجة بس فيه تخطيط بقى في المستقبل لا أدم الحضر حلو يا عم هي ماشية يا يا سيدي معي زي الفل مارس الكولر أنا المفروض دلوقتي أجي عشان حركت تبقى راضي هقول والله يا مارس الكولر مدرب سيء واختياره كان مش جيد رغم أنه ده كنت من يومين بقول إنه مدرب هيبقى ناجح جداً ويعمل شغل عظيم مع النادي العديد مفروضة غير كلامش لا مش غير كلامش وابس المدرب ده ما بيشتغلش لوحده مدرب ده بيشتغل بعناصر بكوالة لعبين هو الرجل ده دخل فترة انتقالات واحدة الفترة اللي انتقالت الشتوية وما تجابلوش أهم لعب هو كان عايزه المهاجم فانت فانت بدل ما انت عمال تقول كلام من نوعية أصل اللاعبين الكوالية شوف محمد عبد المنع شوف محمد الشناء وما هدول اللي كانوا بيتقال عليهم أعظم لقيبة من يومين ثلاثة بس ما هو بصريح العبارة الكوالية ده أخره الدور المصري أخره كده ينفس في الدور المصري بصراحة يعني مع كامل الاحترام لكل اللاعبين وانت لما بتكسر يا راجل يا راجل ده في ناس بتقول على لعبين بيلعبوا في الدور المصري الكوالية اللي انت بتتكلم عليه ده أحسن من ميسي وكريستيان والله في ناس أقالو كده والله في ناس أقالو كده في لعيبة في الدور المصري أحسن من ميسي وكريستيانو وعايز نخش لقدامه فين اتحاد الكورة فين قطاعات النشيين والمرأب عليهم فكرة عطنا شئيني النادي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري الإسماعيلي بيعاني لقى للتحاد موسم وعشر لأ وكيفي على أنداء الجماهيرية الأهلي والله الأهلي لحد بقاله خمس ست سنين بيلعب بإسمه إسمه وبس إسمه وبس اللي بيخوي بكل القررة الأفريقية بس الكصة دي ما بقتش تجيب مش هتأكل عيش يا جماعة الأهلي والزمالك أكتر ناديين بيدفعوا فلوس للاعبين في القررة الأفريقية واللاتنين ما شاء الله بيعانوا في مجمويتهم أنا النهاردة شايل هم القررة المصرية والله ما شايل هم الأهلي ولا شايل هم الزمالك لو أنا شايل همهم فأنا شايل همهم ضمنيا عشان هم القررة المصرية وصابة أنا عليها الحال وصابة أنا عليها السطحية اللي الكل بقى يتكلم بيها سطحية مبالغ فيها وبقى يتأفرحنا أفرحنا كلنا جمهور الكورة يعني بهزام المنافس خلاص مش هينفع نكسب يمش هينفع نفرح لفريقنا اللي بنشجعه وصل لحل كده بقى المنتخب يخسر يلا ينشمت في المدرب ده ولا ينشمت في المدرب ده نحن بقى إش نقف نفرج على كورة وإش نقف نشتغل في الكورة وبقى عندنا سطحية مستفزة مستفزة ده النهاردة قفلت السوشال ميديا مش عايزة أبص وأنا مكتبتش كلمة على السوشال ميديا النهاردة من كتر منا أقول إيه يعني منا كريم اللي أول إمبرح كنت بقول المدرب بتاعي ده مدرب عظيم وعنده لعيبة كويسة هاجي النهاردة أقول لا اللعيبة دي كلها لازم تمشي والمدرب وحش وبعدين القصة بتاعت إيه مارس الكولر مدرب وحش ما هو الأهل اللي غلطاه أنه ماشى موسماني تبقى موسماني كان عامل كوارس في آخر أيامه تبقى بتنسوا كان عامل كوارس بايلر بايلر هو كان أحسن مدرب جيل الأهلي آخر عشر سنين يا عام بايلر لما رمضان الصبح يمشي نتائج الأهلي كانت كارسية بس أنت ناسي برضه بتفتكيه الحلو بتفتكيه الحلو وبالمناسبة يعني لا مارس الكولر وحش ولا موسماني وحش ولا بايلر وحش ولما هتجيب جوزي مورينيو ولما هتجيب بيب جوارديولا الأداء هيفضل كده عشان انت ما بتطلعش لعيبة في الكران المصرية ولا الدوري المصري ده يفرز لعيبة تلعب على مستويات دولية على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات دوري ضعيف جدا جدا قول لي كده قول لي كده الأهلي لعمين في الدوري المصري شبه ساندونز عشان يبقى عنده اللي احتكاج دوت ومجربه قبل كده لعمين مفيش لعمين في الكواليتي بتاع اللاعبين ده مفيش طب أقول لك حاجة دايقة كأكتر أقول لك حاجة دايقة كأكتر أفضل لاعبين في الدوري المصري من شمال أفريقيا يعني تلاقي علي معلول آه ده غموم أنا اللي هفتكره أقوله يعني انجلاصي آه كان فير جاني ساسي وكان أشرف من شرقي هتلاقي اللاعبة جندوسي دلوقتي في الآلي شوية شكله كويس هتلاقي اللاعبة اللي من شمال أفريقيا هي اللاعبة النجوم اللي في الدوري المصري ده معناه إيه؟ معناه إن اللاعب المصري أصلا بقى بعيد قوي ما بالك أنت بقى لما تروح تلاعب أندية من شمال أفريقيا ما بالك أنت لما تلاعب نادي زي سانداون نادي متطور جدا هتلاقي نفسك بعيد هجماعة ده احنا في كاس العام الأندية الناس كانت عايزة الأهلي يكسب فلمينجو وريال مدريد بقى أمرت إيه؟ انت أخرك تعمل لقطتين تلاتة حلوين معاهم أخرك ده الأقصى حاجة ممكن توصل لها ويبقى إنجاز عشان كده قلنا إنه الأهلي قدى قدام ريال مدريد وفلمينجو كويس خاصرنا أربعتين ومنقول قدى كويس عشان ده الواقع وفيه واقع مرير أكبر أكبر بكتير كارلوس كيروش ويكتر كوبا لما كانوا في مص وبلعبوا أداء دفاعي ممل كرة وحشة كان يتم الهجوم عليهم وانتقادهم بس الناس دي قارت الحكاية عرفت اللي فيها عرفت جودة اللعب المصري انت ضعيف انت تتعامل كمنتخب أو كلعبين صغار احنا بنتحدث عن الاسم الأهلي لما هاجم مع مرسل كورا لو حاولي لعب كورا كويسة شال كتير في كاسة عام الأنداء وفي أفريقيا ليه مش عشان هو بيفكر غلط هو بيفكر صح بس الكواليت اللي معاه ما ينفس الأفكار دي فلازم تاخد خطوة الورا دافع قضام صندون اه عشان انت أقل منهم انا ياسف لقول كده اه انت أقل منهم خلونا واقعين النادي الأهلي ما زال لديهم مباراتين في منتهى الأهمية مبارات القطن يوم الجمعة وبعد كده مبارات الهلال في القار القطن هتبقى في الكاميرون في جروة وبعد كده مبارات الهلال كده كده الأهلي لازم ياخد الست نقاط بسم الله الرحمن الرحيم يوم السبت اللي هو يوم بعد مبارات الأهلي والهلال اللي هتبقى يوم الجمعة هيبقى فيه مبارات صندونز والهلال احنا محتاجين ايه في المبارات دي اللي هتقام في السودان ان صندونز يكسب او على اقل تقدير يتعدل مع الهلال طيب واحدة واحدة كده كده صندونز اتصور هيلعب اتصور واتوقع انه هيلعب مباراة محترمة تمام تمام بس تفتكر مثلا لو صندونز افكر انه يعدي الهلال ويخرج الأهلي في المباراة دي هيعملها بمنطق ايه بمنطق المصلحة انا مصلحتي ان انا ابعد اكبر واهم فريق مرشح لهذه البطولة النادي الأهلي ولما لو طلع معايا او صعد معايا ممكن بعد كده يقابلني ويخرجني فمصلحتي ان انا خرج النادي الأهلي طيب ده طبعا خارج اطار الفير بلي كده يبقى نادي مش 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 جيد تمام بس انا بقولك الناس ممكن تفكر ازاي فاحنا هنعيش على امل وللأسف اللي حطنا في ده هو النادي الأهلي على امل ان صندونز يلعب مباراة محترمة وانا تصوري او توقعي انه هيعمل كده مش عارف ليه مش عارف ليه طبعا الناس اسهلات تقولك لا لا مستحيل صندونز اكيد هي خلي الهلال يكسبه اتمنى واتوقع انه صندونز اللي عم مباراة محترمة قدام الهلال لو لي عم مباراة محترمة قدام الهلال ممكن يكسب الهلال او يتعادل معاهم عادي في السنة انا بس صعبان علي والله انا النهاردة كنت اعمل ادور على الكلام الايجابي كلام الدعم والمسان ده بس خمسة كتير ومرتين في اربع سنين كتير كتير على النادي الأهلي واسم النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي وهبة النادي الأهلي النادي الأهلي بالنسبة لي هو ريال مدريد القارة هو مانشستر سيتي هو بايرن ميونيخ هو الفرقة الكبيرة دي اللي لما تنزل تبقى مرعبة لأي منافس انا النهاردة شفت المدرب بتاع صندون زبرة كسبان تلاتة او اربعة عمالي يغل فرحان انه حياء بيعمل على النادي الأهلي سكور ايوة طبعا هو انا جايب الخمسة دي في اي فرقة ده انا جايبها في النادي الأهلي فهو ده النادي الأهلي الواحد ده النادي الأهلي لأ النادي الأهلي لأ مش عارف اللعيبة كنتحسب ده ولا لأ في أرض الملعب ما عرفش يعني أكيد جمهور النادي الأهلي النهاردة نفسه ينزل وياكل النجيلة ياكلها ويلعب وبالمناسبة يعني وبالمناسبة يعني ولعب النادي الأهلي ده ربنا يزيده يعني ربنا يزيده كمان وكمان يا رب من قلبي والله ملايين 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 الجنيهات في الشهر وفي السنة ما عرف الستايل بتاعك بقى نظام المعيشة بتاعك الأكل والشرب والسهر أنا فيه لعيبة يا جماعة لو مام خلص هوا بشوفهم بشوفهم يعني بأماكن عرفك أنا في أهلي وغيره يعني مش بكلم عني أنت لأهلي بس فيه لعيبة بتروح تاكل ولايم محشي ودي كرومي ومش عارف إيه وإيه وإيه ليل تلمطش وينزلوا الستوري على إستجرام عادي وفرحانين أنهم في وليمة لطيفة يعني إيه ده أنا لو باخد كل الملايين ده بصراحة لنأكل زاتونة بالليل وأنا جاي نام فاكر لما محمد صحيح قال لك المنتاليتي وتكلم على فكرة أنه بيأكل تلت لزات قبل ما ينام ومش عارف إيه فيش الكلام ده عندنا فيحصل إيه لعيبة مرهاقة لعيبة ضعيفة لعيبة بتشتكي دايما من الإرهاق لعيبة دايما مصابة لايف ستايل نظام حياة سيئة لكل اللاعبين المصريين يعني في كل الأحوال خلونا نقول إنه اللي حصل حصل اللي حصل حصل طيب معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن هاني سليمان حارس مرمى نادي اسموحك كابتن هاني مشرف ومنور حبيبي كابتن كريم أسأل جمال عليك باهنيك النهاردة الأول على أداء فريقك والفوز النهاردة فوز كان مهم جدا وغالي جدا أكيد طبعا ربنا خليك طبعا الحمد لله ثلاثة بومت ممتين طبعا الدوري السنة دي صعب جدا فبتلاح فرقة تقيلة عامل موسم هايل السنة دي كانت إن شاء الله غريب معهم عامل موسم كبير كن إنه تاخدت ثلاثة بومت من فريق المعولين في مرعبه فدي حاجة كبيرة طبعا الحمد لله يعني حطونا في المكانة أو مش هو ده مكان نادي سموحة لكن لسه بادر عبالة دول المعيخ وإن شاء الله نتنش في مكان يلقي بالنادي زي ما كان كنا نمتعودين ثلاثة سنين اللي فاتوا إن احنا في مربع الزهر صحيح طب كابتن هاني كنت عايزة عليك النهاردة انتقادات كثيرة وهو زميل الملاعب زميل في منتخم مصر لمحمد الشناوي رأيك فيما يقدم محمد الشناوي رأيك في الانتقادات التي توجع له بعد خصوات الأهل اليوم بخمسية والله أنا مش يعني طبعا انت عارف طبعا محمد الشناوي حدث كبير وما فيش خلاف على كده يعني لكن هو يوم مش يوم للفرقة كلها يعني احنا عايزين برضك نقول مش معنى الشناوي يعني احنا 11 لعيد مش معنى احنا مساكنا في الشناوي اه ماشي ممكن نقول مثلا زي ما الناس بتقول إن فيه هدف منه فيه هدفين منه طب الثلاثة الثانيين راحوا فين ده لو مثلا قلنا فيه جوان منه على الرغم ان انا مش شايف غير ممكن هو هدف واحد مثلا اللي ممكن فيه عدم توفيق لكن بقيت الجوان فين بقيت الفرقة مش عن شاء اللحظ محمد الشناوي ماتش زي ده كله لا يبقى حراب اه انت شايف انه بس هدف واحد اللي ممكن يوصل عليه محمد الشناوي اه ممكن يوصل فيه عدم توفيق وفيه يعني فيه وفيه برضو خلي بالك يعني الهدف فيه وفيه اه احنا من قدرش نقدر واحنا بنتكلم كده سرعة الكورة وقتها كان عامل ازاي صحية او وقفزه كان فين او تركيزه كان عامل ازاي لكن فيه وفيه لكن طبعية الاهداف الفرقة كلها فين لكن انا مش مع الناس كلها طلع محمد الشناوي لا صحيح حرام يعني اه مش 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 للدرجة دي يعني انت شايله ماتش اه ماتش نتيجة كبيرة زي ماتش كله كده يعني لا طبعا مزبوط كابتن كبير كابتن اي سلمان حر اسمان ما نادي اسموحة انا بشكرك شكرا جزيه على هذه المداخلة طيب النادي الاهلي كرر بعض الكرارات ادارة النادي الاهلي كررت بعض الكرارات الحاسمة جدا ضد لعبي النادي بعد الخسارة اليوم بخماسية امام صندرانس دعا نشوف اولا خصم 250 الف جنيه من كل لاعب ثانيا تهديد اللاعبين بخصم 25% من عقدهم حال توديع ده دوري ابطال افريقيا ثالثا اقتراح من الادارة باندمام حسام غالي اقتراح من الادارة باندمام حسام غالي عدو المجلس لفريق الكرة والتواجد معه بشكل دائم يعني حسام غالي ممكن يبقى لي دور مع فريق الكرة فترة قادمة الدور بقى يبقى اسمه ايه شكله ايه مكان ايه دي كلها امور ممكن نعرفها لايا من الجاية طيب هذه جزئية جزئية تانية جهاز الفني للنادي الاهلي جهاز الفني للنادي الاهلي لازم فيه تطوير اسمعت الناس النهاردة بتتكلم على فكرة انه يا جماعة المكرنة بين الجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الفني لسان داونز ما تكرنوش بين الاتنين كده كده النادي الاهلي بالنفس العدد دا من الاعضاء في الجهاز الفني خد بطولات كثيرة وعديدة وا 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 فوق راسي على عيني وعلى راسي يا جماعة فيه تطور في الكورة وهو النادي الاهلي دا برضو اللي جاب مخطط احمال مكنش زمان عنده مخطط احمال النادي الاهلي دا اللي جاب اخصائي نفسي زمان مكنش عنده اخصائي نفسي النادي الاهلي هو اللي جايب معد بني النادي الاهلي هو اللي جايب راجل بتاع التحليل المباريات وتحليل الاداء دا التطور فاتطور يعني ما تقوليش مع زمان كان الجهاز الفني النادي الاهلي تلاتة مدرب مدير فني ومدرب عام ومدرب حراس مارمى كل سنة النادي الاهلي بيزود بس شكل الجهاز الفني دلوقتي بقى مختلف عايز أقوليكم بس الهاجة الفني والإداري لفريق سانداونز مش هو سر النجاح بالكامل يعني بس شوفوا الناس بتتطور إزاي لجنبنا يعني مش بجيبلك من أسبانيا ولا من ألمانيا ولا فرانسا ولا إنجلترا بل أشوف يلا بينا الجهاز الفني الفريق سانداونز يضم مدير فني وأربع مدربين مساعدين منوطين باتخاذ القرار مع المدير الفني اتنين معايد نفسي مدرب للحالة الهجومية بشكل فردي يا جماعة مدرب للحالة الدفاعية بشكل فردي وجماعي مدرب حراس مرمى اتنين مساعدين للعمل بشكل فني وخططي وجماعي بما يتناسب مع الفريق ما شاء الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله خمس محللين أداء لتحليل أداء الفريق والمنافسين ثلاث فرق كشفين مواقع اللي هما بيسموهم لسكاوتينج يعني فريق لأفراكيا فريق لأوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية فريق لمنطقة عسي يعني يروح يدوروا في الحتة الدات على لعبين مدرب لياكا وست مخططين أحمال لتجهيز اللعبين بوظائف مختلفة لكل منهما ثلاث مختصين لاختيار زي الفريق الأنسب يا سلام بص دي ثلاث مختصين لاختيار زي الفريق الأنسب لتوفير الراحة للعبين من حيث الطول والحجم ومناسبة ومناسبة إزاي لطبيعة جسم كل اللعب شايفت التفاصيل يعني دي كده على الهامش يعني مرة أخرى نادي الأهلي ما زال لديه الفرصة نادي الزمالك ما زال لديه الفرصة نزعل نتقهر نتدايق إحنا 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 المتابعين المشجعين الأعلاميين نزعل ونتدايق على فريق مصري أو الكرة المصرية بشكل عام أتمنى إنه نادي الأهلي دلوقتي يكون بيلم ورقه بيلم أوضاعه بيتخطى أحزانه عشان لسه عنده فرصة إحنا سيبنا نزعل إحنا سيبنا نتقهر ونتدايق ونزعق ونقول ده غلطان ووا ووا إيه فينه الباب بقى أتمنى من اللعيبة فيش حال لقتي بيسحب موبايلات يعني فيش لقتي زي زي زمان جهاز فان يروح يسحب موبايلات وبتالي زي أيام الكابتن محمود الجاهر رحمة الله عليه إن فيش خلص تطور يعني بس عايز اللعيبة نفسها تفصل نفسها من نفسك بقى خليك محترف قول لا أنا مش هبص على السوشال ميدي لقتي عشان اليوم بيهاجموني جدا فهتأثر نفسيا مش هبص على السوشال ميدي عشان ممكن ألاقي واحد يقول لي أنت أحسن لعب في العالم وأنا في الأصل مش أحسن لعب في مصر أصلا يعني تمام فركز شوي ادي نفسك شوي توقيت تركيز لعلة وعسن إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ما زال لديها الأمل الأهل يوز مالك يا صعدان عن مجموعتهما في دورة أبطال أفراق هتقول لي صعب هقولك طبعا صعب بس مش مستحيل ما منشتغل ونتعب يعني نروح لأخبارنا النهاردة ورأي فيتوريا الموديل فني ليه منتخب مصر طلق صدمة قوية بعد تأكيدات من اتحاد الكرة بتعرض محمود كهربا للإقاف خلال الساعات اللي جاية لفترة تتراوح ما بين أربع إلى تمن مباريات على خلفية شكوى نادي الزمالك ضد طيب بيتوريا مصدوم ليه بيتوريا كان مصدوم عشان كان عايز يضم كهربا في قائمة المنتخب القادمة استعدادا ليه مباراة طيب ملاوي في التصفيات المؤهلة لأم أفراقيا بكوديفور 2024 لكن عقوبة الإقاف مش هتمكن بيتوريا من ضم اللاعب وبالتالي لن يضمه تضامنا مع قرارات اتحاد الكرة طيب بالمناسبة يعني برضو تقالي أن كهربا لو تم إقافها يبقى فيه فترة استئناف فهيفضل يلعب لحد ما فترة الاستئناف دي تخلص ويا ويا كلام دا كله كهربا لو توقف هيتوقف خد مني وامشوا ورايا كهربا لو صدر القرار رسميا بإقافه أربع أو ست أو تمن مباريات هيتوقف هيتوقف حتى لو الأهل يقدم استئناف طيب هتقولي لو الأهل يقدم استئناف والاستئناف ده تقبل وخففوا العقوبة كده كده هينظر في الاستئناف سريعا فيعني لو فوت أو خد مطشين التالت ممكن الحقوق في الرابع يقول لك هنخفض العقوبة من ستة لأربعة من تمانية لأربعة مثلا يعني بس كده كده لو قرار طلع هيتوقف عشان الكلام كان على أنه لو في استئناف القرار هيتم إقافه مفيش مفيش يعني ده حصل مع إمام عشور قبل كده على فكرة لما توقف والاستئناف كان كده كده إمام عشور موقوف لحد ما ينظر في استئناف الزمالك بس بفكرك بواقع يعني ممثل طيب روي فيتوريا الموديل الفني ليه منتخب مصر حاطت عينيه على كام لاعب جديد أو مش جديد يعني جديد وقديم يعني لضموهم لقائمة المنتخب قبل المباراتي ملوي بالتصفيات المؤهلة لأهم أفراكة 2023 على رأس الأسماء دي محمد شكري زهير أيسر سيراميك لوبترا أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة رمضان صبحي من بيراميد خيال عبد الفتاح من الأهلي ويوسف أسامة نبيه مهاجم الزمالك وكريم طارق لاعب طلع على الجيش مرانا عطية ومحمد شريف هينضموا لمنتخب خلاص فيتوريا خدت قراره أنه هيدمهم للمنتخب الجهاز الفني المنتخب مصر هي القائمة النهائية للعبين المحترفين والمحلين مع بعض يوم 17 مارس الجاري بإذن الله عشان مبراطي ملاوي يوم 24 و28 مارس كل توفيق إن شاء الله المنتخب للأول جزالدو فريرة المدير الفني لنادي الزمالك طالب يوسف حسن مهاجم الفريق ومنتخب مصر للشباب بالعودة للتدريبات مع الشباب اللاعب حزين من قرار الجهاز اللي برر موقفه لللاعب إن الفريق عنده دلوقتي أربع مهاجمين هما سيف أو هم سيف الجزيرة وناصر منسي وسامسون أكينولا طبعا سامسون أكينولا ده مش مفوط يتحسب يعني ماشي ويوسف أسامة النبي وهم الأقرب للمشاركة والفريق لسه كمان عايز مهاجمين جند هلسه كاملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيكون معايا اتنين من كباتن الكبار في الكرة المصرية كابتن حسن مصطفى والكابتن محمد عبدالله نتكلم معهم في كثير من الأمور خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى صديقي العزيز محمد جمال لتحليل هذه المواجهة بين الأهلي وصندوق مش عارفها تحديل فيها عاملنا جميع زي الفل الحمد مبارك إيه سهي الجميل بتالك كده على بعضها لتحليل المباراة مش عارف إيه للأسف التحليل معاديها للأسف انا كنت بقول لك قبل ما نخش على هوا على طول أنا النهار ده أنا بفرج على المباراة أنا بقالي كتير أول أنا بفرج على المباراة واقول لي أستاذا مشاهدين كبان بفرج بهدوق الله ما أكسب خسارة بفرج بهدوق بس النهار ده دمي كان محروق محروق عشان الشكل كان وحش قوي يا لعيب تسان دهونز هم عمين تنقلوا بالكورة وبالكعب لا يا عم لا يا عم ده النادي الأهلي يا عم فاهم اللي هو إيه فوق يا عم من نفسك بس برضه ما أنا عايز لعيبتي هي اللي تفوق اللي بلعوه في الملع بدون هما اللي يفوق ما كانش فيه الكلام ده الفريق النادي الأهلي النهار ده مجلس دارته جعازه الفني ساهموا في توجيه أهانة للنادي الأهلي ساهموا في أن المنظر يكون بالشكل ده القصة مش قصة خسارة مباراة ناس كتير بتقول اليونيتد بتاريخه وعظمته اتغلب سبعة النهار ده ليفربول اللي كسب اليونيتد سبعة بيتغلب من بورنومرت وحد وكان ما خسرين سلفات من أفرتون سبعة من أستنفيل سوري من أستنفيل عفو فالقضية مش في خسارة القضية في الشكل القضية في المردود القضية أنه هذا الجيل معظم القوامه تلقى هزيمة في أقل من أربع سنين بتتلقى هزيمة بخماسية أخرى من نفس الفريق من نفس الفريق لأ لازم وقفة ويعي كل من ينتمي للنادي الأهلي مجلس إدارته وجهازه الفن ولاعبيه أنهما بينتموا للنادي الأهلي لأ دي بقيت الناس وقول لك ما هو ده شيء بديه أنهما عارفين أنهما ده العاو لأ اللي حصل النهاردة بيقول أنه محدش عارف أنه بينتمي للنادي الأهلي مفيش نخوة ده في لقطات لما نيجي نتكلم على العالات الفنية العباء بتتماشى في وسط بتتماشى في وسط الملعب واقفين في وسط الملعب مفيش تاني الجمهور وغضب الجمهور والغضب الفني على الفرق النهاردة مش بس في الدخول وتعامل خاطئ مع المباراة اللي أنا استفيد فيه لكن على المرضون في الملعب على النخوة مفيش في الملعب النهاردة أي شيء يبرز أو يعنون أن اللعيبة دي عارفة قيمة التيشرت اللي بترتديه عارفة قيمة اسم النادي الأهلي لما النادي الأهلي يتغلب ثلاثة واربعة قدام ريا المدريد عادي في رؤية مستوى لما النادي الأهلي ما يحصدش فيه أبدا كده في أفريقيا النادي الأهلي في رقم واحدة أفريقيا ما ينفعش ما ينفعش يتلقى هديما بخمسية كريمة مرتين متتاليتين على الجميع أن يحاسب على الجميع أن يحاسب على الجميع أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب من جماهيره سواء مجلس الإدارة جهاز فني لجنة تخطيط لجنة تعاقدات أو لاعبي ممكن أسألك سؤال نشاهله لك أنت بصراحة قل أنت ما قلتوش في المقدمات باستفادة يعني أشارت لي بس قلت لما شوفك هسأله لك سوشيل ميديا تتحكم في الكرة المصرية على مستوى إدارات الأندية وعلى الاتحاد الكرة وعلى القرارات وعلى كل حاجة طبعا بنسبة كم في المية تتحكم السوشيل ميديا في قرارات إدارة النادي الأهلي سوشيل ميديا بيوضع لها اعتبار في قرارات النادي الأهلي بيوضع لها اعتبار لا تحدد للمصار وإلا وإلا كان يبقى في حالة من الرضا عند السوشيل ميديا اللي هي بالمناسبة هي بتقسم لفقات كتير فقة معها فقة ضد فقة هوائية حسب النتائج لكن في النهاية في النهاية طبعا بيوضع لها اعتبار طبعا بيوضع لها اعتبار واعتبار كبير وفي صفقات كتير جت بسبب ضغوط السوشيال ميديا وفي لعيبة ما مشيتش بسبب ضغوط وفي لعيبة تنجمت بسبب السوشيال ميديا وفي لعيبة رغم انهم بيقدموا مردود معقول طول الوقت السوشيال ميديا جاية عليهم فبالتالي محطوطين في الاعتبارات بعيد خالص عن الاعتبارات الحقيقية اللي هو مفروض يقو فيها فطبعا السوشيال ميديا لها اعتبار كبير بعد المباراة شفت جزء العينة بينا العشوائية فيه جزء من السوشيال ميديا يدافع عن ادارة النادي الاهلي جزء اخر يهاجم ادارة النادي الاهلي جزء يدافع عن مرسي الكولر جزء يهاجم مرسي الكولر ويدافع عن من جاءوا قبله جزء يهاجم اللاعبين وجزء يقول لا اصلاعبين دول اللي عملوا انجازات كبير يعني ايه التأسيمة دي يعني برضو زمان كنت بفهم ان جمهور النادي الاهلي هو جمهور واحد جمهور حتى في المدرجات لو هجموا او انتقدوا لاعب هو لاعب هيهجمه رئيس النقدي هيهجمه المدرب هيهجمه لك انا شايف حتى الجمهور على السوشيال ميديا في مقسام يعني ايه المقسام ده في حالة واضحة واحد واحد بقى يغلب على الطبع العام بتاع جمهوره الكرة في نصر لانتصار لوجهات النظر ده رقم واحد اهم حاجة عنده ينتصر لوجهة نظره زمان كان اهم حاجة فرقتي لو انا راجل اهلاوي ففرقتي الاهل او زمالكة وفرقتي الزمالك او اي نادجة مهيرة دلوقتي بقى اهم حاجة انتصر لوجهة نظره موسيماني كان اعظم مدير فني يجيه يبقى انا لازم عايز ازبط طول الوقت ان موسيماني كان ماشيانه غلط انا مقتنع بكولر فهشيل اي حد المسئولية غير كولر انا عندي مشكلة مع مجلس الادارة فاني هاجم مجلس الادارة ومش هشوف مشاكل اللاعب انا عندي مشكلة مع مجموعة من اللاعبين با في بعض اللاعبين مكنوش بيلعبوا بعض المبارات اللي فاتت وقت اللاعبية بتطلع تشتن بعد المباراة بعض اللاعبين على ما قدموهم مرضوط سابق سواء بالاجاب او بالسلب اذا هذا الاختلاف من الطبيعي اللي كان يبقى اختلاف طبيعي لكن انه يكون بهذه الحدة وهذا الاستقطاب وهو ده اللي مش طبيعي ومضر جدا سواء بالكررة المصرية او بالانديه عموما جوا نادني الواحد وريني بقى ايه اللي حصل في الاهل المصر رقم واحد كولر احنا كنا هنا موجودين يا كريم بعد مباراة الهلية السودانية يترك يبدو ان كولر لم يتعلم بعد الكرة الافريقية كيف تلعب يبدو ان كولر لم يستفد من اخطائه اللي اشرنا اليها حتى والاهلي ماشي كويس حتى وحنا بنثني على كولر خلينا اقولك نهاردة انه الهدف الهدف الرابع الهدف الرابع تعالي انفرج على الهدف الرابع الاول اللي دخل في النادي الاهلي وتشوف كمية من الكوميديا السوداء من خط وسط ودفاعات النادي الاهلي كوميديا سوداء ايه اللي التنظيم و ايه اللي التحرك و ايه اللي رقابة و سلبية في الضغط بصة كريم انت هنا بتتكلم على اربع لاعبين من النادي الاهلي عايزك تقول لي وانت شايف سبعة في الكادر اربعة في خط الدفاع و تلاتة قدامهم وفي اربعة من سانداونز قول لي انهي لعيب ممسوك من سانداونز حتى اللي بين الاتنين مدفعين هناك دوت مش ممسوك برده وده اللي هتروح للكورة محسوك خالص لوحده يعني طيب هات الفريم اللي بعده بصلا الشكل الشكل بتاع الاهلي غريب لا انا مرضتش في نقطة شوير اليها المساح هجيلك لها دلوقتي تلاتة تلاتة الراجل الراجل اللي هو وقف عليه وحطاه بالعرض جون الراجل اللي هو حطاه بالمواجهة جون لو ردت مش ناوي جون لو اي حاجة جون كل الاحتمالات قائمة عشان كده لما كانوا بيصوبوا تصويبها نسب النهاردة بية في المية في حد بيلعب النادي الاهلي نسبته تبقى خمسة على خمسة يعني سادت خمس كوات على المال ما اسجلهم خمسة على خمسة ده احنا لسه نروح للشناه وبعد شوي خمسة على خمسة فالراجل ده في الاخر تراح بص الشكل كان موجود نبص هنا نتفرج بص لي يا كريم كده علي معلول فين بيعمل ايه؟ ديانج بيعمل ايه؟ رامي لما نازل بيعمل ايه؟ الوحيد اللي رايح بيحاول وترقص محمد عبد الملعم ومحمد هاني واقف هنا من مسك مين؟ يعني انا عايز اعرف محمد هاني واقف هنا ماسك مين في الصورة دي مش مسك حد رامي ربيعة رامي ربيعة؟ لأ رامي ربيعة وراء مش مسك حد حامي العبد الملعب مش عارف استغيرا هو رامي بيضبط التسلل مش عارف لمن ولا بيعمل ايه ولهو بيبص على من انا مش عارف فانا بالنسب لي دا هدف وروح للحالة اللي بعدها على طول. لما تغلط كريم هو امر وارد في الكورة. لكن لما تكرر اخطائك هو ده اللي مش وارد وده اللي مش مقبول في النادي الاهل. بصة كريم. ده رقم واحد. الثلاثة بتوع النادي الاهل بيلعب ازاي? او باين على الشكل الصورة العلوية. اربعة تلاتة. صح كده? مم. معاقص صنائية ورباعي في الخط الخلف. طيب. نبص كده لعيبة محدش ممسوك. ده الهدف من اوله. تمام? كملت? شفت الهدف? طبعته قدامك. شايف المساحة اللي متظللة في السرعة العلوية قد ايها كريم بعرض الملعب كله مفاش لعيبة. ومحدش ممسوك. وارقابة سلبية. وتمركز خاطئ. طيب. روح لي بقى للسرعة اللي بعديها. روح لي للسرعة البقى. ده مطش ايه? بقى له سندوت. هنا. نفس المساحة. نفس المشكلة. لما يكون بلعب سندوت زكريم وشاهبله على حدود تمنتاشر. على بعد تلاتين. على بعد اقل من عشرين متر. عشرين متر. وسبب اللعيب واقف هنا الواحده. بص شايف المساحة اللي متظلل على بالأحمر ديها كريم. المصيبة فين? قل. انت بتلعب تلاتة في النص. لأ انت بتلعب تلاتة. منو بحمدي فاتحي والدي بزينجي. اتنين ستة. اصلا يعني. انت لا بتمسك ولا بتتمركز ولا واقف ولا محفظ ولا اي حاجة. فانت هنا الرجل بص بقى كريم. كام لعيب واقف على اللعيب الاولاني اللي عنده النقطة البولد شوية دي. في اربع لعيبة على خطه طول واحد صح? اربع لعيبة من اخر الصورة احمد القندوسي. حمدي هاني داخل لجوه. اربع لعيبة صح? اللعيب اللي واقف لوحده اللي سجل. ده اللي سجل. بص واقف هنا كريم لوحده. الرباعي في اتنين بيتحركوا معهم اربعة مش ممسوقين. كامل. فريم اللي بعد. فريم اللي بعد. ده مطش اه كريم. ده مطش ريال مدريد. نفس الازمة. المساحات ما بين الخطوط انت ما بتعليكش. هي نفس المشاكل. ضغط عالي افتح الملعب وزي ما تيجي. النهاردة اهو. ده مطش ريال مدريد. نفس المشاكل. بتخلق مواقف واحد على واحد زي ما كان بيحصل النهاردة. سايب مساحات في وسط ملعبك. نفس العيوب. نفس المشاكل في السورتين. روح للمطش الزمالي. اللي بعده. اللي الاهلي فاس بيهي بنو مناسب. ده مطش ريال مدريد. بص. كام لعيب من الاهلي واقفت? ست لعيبة. وردريجو بيستلم في نص الواحده. واحد في وسط سبعة. نفس الغلطة. نفس المشكلة. لا رقابة. لا تمركز. واقف لعيبة. شخوص. عام ننزل الشخوص اللي اللي بيهي موجدين في التدريب. لعيبة واقفة ما كانها بتتحركش. هاتل بقى اللي بعديها على طول. الحال اللي بعديها في مبارات الزمالك. يلا. كمان كمل. كمل في اللي بعده. دي مبارات الزمالك. بص بص كريم. بص الشكل. شكل ده كوميدي. شكل ده مش عيب ولا خطأ. شكل ده كوميدي. لما يبقى انا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي اربعة في الخط الخلفي. التمانية. واقف بينهم لعيب. ما بينهم وبين اقرب لعيب ليه. عشر عشرة متر قبله عشرة متر بعده. دي كارس. بالمناسبة حتى لو كسبت. حتى لو كسبت عندك نفس الاخطاء. نفس الاخطاء عشان بس تبقى واضحة. عشان الاهلي كبير يكسب وعنده نفس الاخطاء. طب ما انا بقول مبارات الزمالك رغم من الاهل اللي كسب. صح. رغم من الاهل هو اللي كان عنده الابراهند في كل منافساته المحلية بالمناسبة. لكن بص. باص واحد. ضرب كم لعيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. باص واحد. ضرب ستة لعبين. راح للعيب. حوالي دايرة. قطرها عشرة متر في عشرة متر. فضية تماما. فلما تيجي تتكلم النهاردة يا كريم. وتقول النهاردة والساعة ثلاثة العصر. اه ساعة ثلاثة العصر. اللعب عصرا بيأثر على العيبة. طبعا. فرقة جيدة. عندهم كوالة العيبة جيدين. ملعبهم محافظيت. عندك ضغط كل دي اسباب على فكر. مين. وموجودة في الباكجراوند. ومش اسباب وهمية. هيا اسباب حقيقية. لكن مش دا الرئيسي. الرئيسي انك ما بتصلحش غلطاتك. الرئيسي اللي حامين يقول للاهل عنده افضل خط وسط في مصر. الاهل عنده الاساسي والبديل. الاهل عنده لعيبة يقدر لما يتصاب عنده لعيبة عنده بديل. وده المنظر. وسط الملعب. والمسافة الكبيرة. بسبب الضغط العالي اللي حذرنا منه من اول مباراة ومبارات الاهلي. وليس معيلي. قبل مباراة الزمالك كنا موجودين هنا. قلنا الضغط العالي. والضغط العكسي. سلاح زوحدين. خطر جدا. اما انك بتستخلص الكرة في مناطق المنافس. فانت بتعمل صناعة لعبة بالضغط. او بتبقى كارسة في وسط مع لعبك زي ما انت شاهد. ممكن اقول حاجة قبل ما تنقل السورة. اعزوا الرأي فانت. اقول لسا. الضغط العالي في اي حتة في العالم. لو انت كررت تضغط بالمهاجمين الاول. او الخط تضغط. طرحيل. اه. لعبة الوسط بتضغط معاك. طرحيل. المدافعين دور بقى انا في رأي اللي مكانهم غلط. ان انت مفروض تضم كمان ملعب الوسط ما تسيبش المساحة. او العكس ان كله يرجع مع بعضه. لكن ايه الفكرة دايما ان انا بحس انه الاهلي بيضغط بالمهاجمين والتلاتة اللي في النص والاربعة اللي ورا هم ورا. فده ناتيك تو ايه? اللي بيحصل. المساحة. المسافة ما بين خط الظهر وخط الوسط كبيرة جدا. صح. ببعص او اتنين بتضرب ست سبع لعبين. يبقى ده مش ضغط سليم. ده ده ضغط عكسي خاطئ. اما ان انت بكون وجهة نظر غلط او بتننفذه غلط. او ان الادوات اللي عندك ما تساعدش على ده. صح. فارجع تاني باكتو بيزيكس. واشتغل على الادوات اللي معك بشكل موجود. يلا نروح للاهدف. يلا نروح للبعدي. نروح للحلال اللي بعد. نفس الازمة. روح ماشي. ماشي فريم كمان. نفس الازمة. نفس المشكلة. نفس المشكلة. كمل تاني. كمل. كمل. بصك بصك كريم. انت انا ليه معلملك على الاتنين دول لعبها تحديدا. الاتنين لعبها دول تحديدا. الاتنين لعبها دول. واحد واقف انا انا يعني لحد الوقتي بحاول اجمع. وانا بصع سرعة المرة العشرة من المطش ما يخلص. حمدي واقف بيفكر في ايه? يعني الوقف اللي هو واقفة دي هي واقفة دفاعية متحافز للعيد داخل عليه. هو بيعمل ايه? يعني لحد الوقتي انا بحاول افكر حمدي واقف على ركبه ونازل كلا عشان يعمل ايه? انا بحاول افهم لحد الوقتي ما فيش. بقيت اللعبة بتعمل ايه? اللعبة اللي ببص للقرة? هل انت لما ببص لها هي قرة تقف على لوحدها? ولا انت لازم تروح تقفل زواجة تمرير? ولا ايه حاجة? كمل. اللي بعده. اللي بعده. بص بص كريم. نفس كربون الهدف اللي دخل في النادي الاهلي النهاردة الهدف الرابعة كريم? مش بس احنا جبنا قلنا نقطة المساحة? هي نفس المشكلة اللي كانت موجودة في ريال مدريد? وموجودة في ماتش الزمالك. اللي الاهلي كذبه. وماتش ريال مدريد فرق مستوى. طب دي مباراة فرقه? تعال انا بص. مش نفس الدايرة دي اختها. هي هي اللي كنا جايبينها في الحالة. في ماتش سالز وجايبينها في الحالة في ماتش الزمالك. وجايبين ها في الحالة في ماتش ريال مادريد مع اختلاف المنافس. لما يكون اختلاف المنافسة كريم. وعندك نفس العيوب. والكرة دي بالمناسبة سجلة هدف. الكرة دي. بدايتها كانت هنا في نفس الاسبس دي. كربون. كربون الهدف الرابعة النهاردة. ضغط سلبي. لعيه يوقف sketة في اللاتري. Юанизي ماسيك ديانج. نفس المشاكل. نفس الرقابة السلبية. نروح على الفريم اللي بعده. الفريم اللي بعده. برضو ضغط سلبي جدا. الراجل دخل. لعبة قفة بتتفرج. نفس اللعيبة بنفس الغلطات مع تغيير العناصر حتى لو عاصر ضغير تكمل الفريم اللي بعده. وتم تسجيلها هدف. هنا هنا يا كريم. هقفك هنا على على دي. آآ لما كن التصويبة دي وهاتل الفريم اللي بعده على طول. لما كن التصويبة دي يا كريم انت انت ارجع تاني معلش. ارجع الفريم بص يا كريم لما يكون اربع لاعبين من النادي الاهلي بيبقى فيهم ديانج نازلين على خط التمنتاشر طب هو ما كان ديانج انه يبقى هنا طب بلاش قندوسي هنا رايح فين بعملش حاجة طب وراه رايح فين هاني داخل جوه انسايد عشان يعمل ايه عشان ما عملش حاجة عشان يبقى في سبع لاعبين تمن لاعبين في فريم السورة ولا واحد منهم ضغط على الرجل اللي بيشوت ده بغض النظر ان التصويبه متخشش ابدا في ناشي متخشش ابدا في حارس ناشي كمل وطبعا تراي غلط ورغم ان الكرة كانت في المتناول وسهلة وضعيفة تراي غلط وتراي يعني ودينا حاجات كتير نتكلم على الشناو في حين وارقام الشناوية يلا الحالة اللي بعدي جوني الثالث واحد وثلاثين متر خمسة وتلاثين ارجع 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 خمسة وتلاثين يار ده خمسة وتلاث ده لو شايت الكرة بسلوخ انا اخد وقتي كحارس مرمى انه بتري عمل الترايد. لك انت تخيل ان في الخمسة وثلاثين يرضى دول يا كريم. خمسة وثلاثين. الكرة تشاطت وراحت ودخلت في المقص وشناه فضل على واقف اللي هو ايه فري. هو فيه اللي اسوأ بصراحة. الرقابة والضغط. كرة على خمسة وثلاثين متر. خمسة وثلاثين متر. لا 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 انا تفلي معك مية في المية. بس التلاثة اللي حوالي دول. ده في واحد بيتمشي. اه هو انا مش قلتلك لما قلت بتقولي. في واحد يقف. في واحد بيتفرج اللي هو ديانجي. يعني فيه ديانجي بيتفرج. اللي جنب يعطيك الحمدي. ده واقف. اصلا واقف. اه اه. وكندوس تقريبا جاي بيشوف الدنيا هيحصل فيها ايه. وطاهر واقف بيتفرج ورد. ايه ده. لا ما انا قلتلك. اللعبة ايه. النهاردة اهانت اهانت. اسم النادي الاهلي. تفرج على الكرة دي. ده انا جبتلك وقفات غلط. طب نقول ده عيب في اللعيبة. ايه اللي توعي تكتيك. اللعيبي اللي واقف في وسط الملعب. اه بيتمشى. واللعيبي اللي واقف بيفرج. حمدي واقف بيفرج. خندوس يواق بيفرج. طاهر واقف راجع بيتمشى. لوسط الملعب. في المقابل سانداونز النهاردة. ما كان. سيبوا ايه يمزجون. العشر لعيبة بيتحركوا. ما كان شغال. تطبيق حرفي لمهاجمة المسيحة اللي كلها بيتكلم عليه من ثلاثة يام يا كريم هنا. احسن فريق في افريقيا بيهاجم المسيحة. اللعيبة بتقفش. طول الوقت بادور على اي مسيحة عشان اخلق زاوية التمرير للعيب. نهاردة الاهليك وش عايفي يخرج بكور. للمرة كتير جدا قدام سانداونز. خمسة وتلاتين مترا كريم. خمسة وتلاتين ياردة واحد وتلاتين مترا كريم. عنديش مشكلة على فكرة قوية جدا. راحة في تمانية. مفاجأة. مفاجأة. وممكن تخش. كل ده مقبول. اعمل محاولة بس. اعمل تراي. مفيش تراي. مفيش ريفليكس. وانا بفرج على المباركة في حد من اصدقاء عيد جنبي. بقول انا كنت عايز الشناو بس يدحك علي ويعمل يده كده. يعني تخش برضه. يا كريم بقول لك. بس هو. خمسة وتلاتين ياردة. الحارس وقف في دلواقف نفس اللي وقفة اللي وقفة دي. هو ما عامدش حاجة. هو عمل حاجة راحة. هو راح محرك رقابته زي ما انا ببص على كده على الاسكريم. هو راح محرك رقابته وبس اصلاوة بتخش في في المقص. ما مادش ايده عليها. ما عامدش مشكلة انا تدخل. والله ما عندي مشكلة قوية جدا. طبعا. ورح في المقص. وفي كلاب بتخش عالميا من الاماكن ديت عادي. وحراس كبار. والكرة معمولة نموزا. صح. لكن في النهاية انت فيش تراي. ده بيقول لك الريفليكس في دهية. الريفليكس عنده في مشكلة. الريفليكس بطيء. مش بشكل عام. في الكرة دي. انا بتكلم في الكرة دي. انا بس بعضح انه انتقاد الشيناوي عشان بقى امين يعني. طبعا. انا بتكلم على المباراة. انتقاد حالة مباراة. وحالة عامة بقى لها كم مباراة. بس الشيناوي يبقى حديث كبير. عشان بس. انا انا بوضح للسادة المشاهدين عشان محدش يحس انه ايه. مش هو قده الشيناوي يا جمال الكتور عليه. حارس مرمى مصر الاول. وهو حارس مصر الاول. بالزبط. ده بالعكس. الانتقاد هنا. علشان محمد الشيناوي. عنده نهاية الشهرة ده. مطش في رمضان. مطش مع المنتخب مصر في ملاوي عصرا. واضح ان محمد الشيناوي عنده مشكلة في اللعبة عصرا. هو نفسه يقعد على نفسه يشوف ايه المشكلة. لازم يقعد مع نفسه يقعد مع مشيل يانكن. او يقعد مع الناس في جهاز منتخب بصر يعرف ايه المشكلة او ايه القزمة. تقصر حالة الشيناوي الاخيرة انا بالنسبة لي عالم تستفهم. لانه لانه لما لما اي حارس في العالم. نوير. اي حارس في العالم بيغلط. واي حارس في العالم من ده غلطات. لكن لما الواتيرة بتزيد شوية. لازم بيقى فيها عالم تستفهم. مع المدرب. ومع الحارس. باليوم في المياه. فلما لما اقف كرا يا كريمي لو قفها دي. لأ ازمة كبيرة بالنسبة لي. ولازم الشيناوي يشوفها تاني. كرة صعبة. لكن ان انت ما عملتش حتى تراي. ما مدتش ايدك في الكرة. ما ما تحركتش برجلك. اهو فضل على على لحظة السبات دي لفترة. روح للحالة اللي بعديها. عشان اواريك سلبية وسط الملعب. لقطة غريبة جدا 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 من القندوس بقى كريم. بداية الصورة فوق على الشمال عشان الناس سادة المشاهدين يشوفوا يشوفوا القرى معنا. اللعيب الاتنين اللعيبة دول. فوسط الملعب يا كريم. ده احمد القندوس المفروض هو اللي بينزل ناحية الشمال عشان يعمل التغطية. اول الصورة فوق ناحية الشمال. فضلت المسافة زي ما هي. لك انت تخيل ان اللعيب ده اللي خاد الكرة ده. اللي عليه اللي اللي تحت في الصورة الكبيرة. اللي متزلل ده. هو اللي حط الكرة جون وبعد ما دخل الجون كندوسي ديس راجع بيتمشى. مم. انت واقف جنبه في وسط الملعب. عندك انت لعيب مركز ثماني يا تبش فيرود. انت عندك ادوار لازم تنزل تعملها تحت. لا تغريبة جدا جدا. بالمناسبة. كندوسي من اللعيب اللي عندها واعي تكتيكي كبير جدا. لكن انا بالنسبة لي في الفريم ده. الصورة دي ما الصورة دي اللي احنا شرحناها من شوية. لكن انا جابها لك من بعيد بقى. لأ. تغريبة جدا من كندوسي. غريبة. ان انا اوقف هنا في المكان ده. ومرجعش اعمل التغطية رغم ان الراجل بتاعي. ليه? هاني وديانج كانوا برحله دايما ناحية اليمين. وديانج باخد ادوار ان هو يروح يقفل وراهاني. فوسط الملعب كده كده. وحمدي اللي بيرجع يسقط مبيل الاتنين سنتر بكات. مين اللعبي اللي مكلف انه يقابل اللعبي اللي جاي من وسط الملعب? احمد الكندوسي. ما عملش الدور ده. وبالتالي اسهمت عن هدف. ممكن لك حاجة? قولي. انت معظم الحالات اللي انت اجبته دلوقتي دي هي حالة الهدف الاول. معظم الحالات. طبعا. صح كده? طبعا. انا كم الهدف الاول في ديها كم? الهدف كل حاجة افهمها لو ده حاصف في شوية تاني. لو حاصف في ديها تسعين زي الجول الخامس. اه. يعني لو الشوية الاول مثلا انت كنت جايت جدا. والشوية التاني سايق. ممكن ممكن. مش هتعجبني. بس همش وراك. ورا المبرر ده. لكن انت من اول تلات دهائق. مسال. الياقة والحر. ما لحيتش. ما لحيتش تعرق. ما بص يا كريم. اللقطة اللي بقولك عليها. ليه بقولك لقطة غريبة من كندوسي. انت بتعبتش. الكرة دي في ديها اتنين. بالزبت. يعني انت راجل مش قادر تعمل واجباتك اللي انت واخدها. وترجع مع الراجل للمان بتاعك اللي انت ترجع تقفل معافة ديها اتنين. وما لا ترجع امتى. فلقطة غريبة جدا جدا من الكندوسي يعني. الحل بعدها. انا انا يعني بحاول قدر الامكان. بص انا جبت لك بقى نفس الكرة جوني التالتة يا كريم. اللي انت اللقطة اللي كنت بتتكلم عليه. بص حالة المشاهدين. اللعيب اقفين في الملعب بيتفرجوا زي ما انا وانت عاديين بريتفرج. يعني الثلاثة بتوسط الملعب بيتفرجوا زي ما احنا بيتفرج بالزبط. محمد هاني هنا واقف على ارتد عشان الرجل اللي هيارب منه. ياسر واقف عشان ياخد المان اللي هيتحرك. اتنين لعبة سقطين. انت بتخيل تلاتة على اربعة كريم. انت فرقة بتلاعب على ارض واتنين واحد. اتنين واحد. دهجة اتنين واحد. وانت اللارب على عيبة بتوعك. مش مسكين حد. مش قفلين زوايا تصويب. ولا زوايا تمرير. الثلاثة بتوع خط الوسط. والرباع بتوعك فيه تلاتة عليهم. فيه تلات لاعبين من دخلين في العمق. وفيه الرعيب الرابع. قالين دي واقف عالتمنتاشر. فاربعة على اربعة. انت السلبية بتاعت وسط ملعب النادي الاهلي. وصلتك في الصورة دي. الاربعة على اربعة الكرة في وسط الملعب. الكرة مش هجمة مرتدة. اربعة على اربعة والفرقة اللي قدامك بتلعب سيت بلاي. هجوم موقعي منظم. رايحين اربعة على اربعة لاي. فيه تلاتة مش موجودين في الملعب. انت بتلعب في الهجمة دي. ناقص تلاتة. فيه تلاتة. واقفين بالفراج على الكرة زي وزيك. زي ما احنا بفراج على الاف تليفزيون. هم باكتر واقفين في الملعب. اليو ديانج. كندوسي. وحمد فتح. اللي بعد. دي طبعا التصويبة. كله يعني. اهي. ده اللي انا بقولك عليك يا ري. لقطة. حمد شناوي لازم يقف عن ده كتير جدا. ان هو ما عملتش اكتر من اللي انا اتراك عليه ده. هو لف برقاب توصر الكرة في التمنطق. في التمال. لبعده. انا باس عايزوا الحاجة كمان. قولي. الشناوي كان بشير الحاجات دي. لأ. وشايل في من بارات الزمالك واحدة من دونجا. بالزبط. وقريبة من دي. بالزبط. يمكن هي كانت اقرب شوال المنتصف. كمان هي كرة في المصر. بس هو قريب من المصر. اه. ولو حطت ايده فيها وعملت صحة وخدت ايده ودخلت او ملحقهاش معزور. كرة قوية. صح. لكن في النهاية انت مروحتش اصل. اللي بعد. اللي بعد. دي ايه سورة دي. الصورة بتاعة بتاعة تسنو. بص بص يا كريم. تخيلت والله انت واقص بي حاجة. اه. لا لا يعني. جال بالغلط. عديه. لا لا مش غلط في الساحة دي. اه. انت بتخيل يا كريم. في كام لعيب عندك دلوقتي على خطة التمنتاشر من النادي الاهلي. اه. كام لعيب? تلاتة. وقفين عشان ياخدوا ايه? الساكند بول. طب هتلي الفريم اللي بعده كده. طب هل هل التلاتة دول خدوا الساكند بول? هتلي الفريم اللي بعده. لا ما اخدوش الساكند بول. وردت على النادي الاهلي بالجنة التانية. متخيل تلاتة لعيبة وقفين عشان ياخدوا الساكند بول. تلاتة. دايما بيتساب واحد على التمنتاشر عشان ياخد الساكند بول. عشان يأمنك لما ترتد. انت موقف تلاتة. يعني انت يعني المدرب هنا ادت تعليمات صح. في تلات لعيب واقفين. عشان القرى لما ترتد. في اتنين لعيب عندها وقفين على القرى. يشيله القرى. يبقى لقى لعيب من عندك تعرف تعمل كون تلاتك. ده انت التلاتة بتوعك ماخدهاش. ويرب بس كده. ده التلاتة بتوعك ماخدهاش. وردت عليك. بالجون التاني. جون غريب. طبعا. انهاردة 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 هتليلي التغطية القبصية. تلاتة جوان غير التصوبتين. تغطية تغطية تسلل يعني. اللي بعده. اللي بعده. الهدف الخامس. الهدف الخامس. يعني. ازاي? ازاي يا كريمي? يبقى ده منظر. ده منظر. حتى لو انت مندفع بتهاجم. حتى لو انت بالمناسبة الاهلي دا يعقرتين. في اخر المباراة واحدة الكهرباء واحدة لتاو كان ممكن النتيجة تختلف والشكل اختلف وعنك كدير تختلف. لكن انت بغلوب خمسة. رايح فين تاني. انت بغلوب خمسة. انت بتضرب النادي الاهلي. رايح فين تاني عشان يبقى فيه تنية اللاعيبة على واحد ويترقص بالشكل ده. وتحط فيه الجول الخامس في الده تسعين. انت رايح يعني انت رايح فين تاني طالع باللعيبة. يعني. هنا الصورة دي بالنسبة لي غير شرح الجول. تعني حاكتين. كولر اخطأ في حق نفسه. اخطأ في حق النادي الاهلي وحق جماهيره بهذا الاندفاع. مش معنى اني بهاجم. مش معنى اني عايز اسجل اني يبقى خط ادفاعي مستوى في هذا الشكل. واني بقى عندي لعيبة واحد. عليتني اللاعبة من صندونز في كرة العدف الخامس. الكرة اللي بعدها. حالة اللي بعديها. تلاتة على واحد. دي دول بقى نقف هنا. يعني نقول حاجة. حاجة. ارجع لسهولة بقى. اه ارجع لسهولة بقى. حاجتين. كنا موجدين هنا يا كريم. وقلنا حتى عنوان كان نازل كده. انه صندونز عنده مشكلتين كبار. ايه هم المشكلتين? واحد. بيفقد الكرة تحت الضغط الجيد. اتنين. اتنين. انه في نفس النقطة لو لايه انه الريبوزيشن او العودة لاماكن التمركز بطيئة جدا. وشرحنا حتى. هدف القطن الكاميروني انه لما الكرة قضعت راحت بجون. ما بيعرفوش ارجعوه. الكرة التانية قلبة الملعب او كرات العكسية اللي بتتعمل النهاردة. نموذج الجنين بتوع النادي الاهل. دي الحاجة الايجابية. الوحيدة في ماتش النهاردة. ان انت درست درست. ازاي تعرف تجيب الجون في سندونز. بس الاسف معرفتش. تتجنب. تتجنب ازاي خش بالجوان. ضغط من برسي تاو. كندوسي. لمسة واحدة. قطعت الكرة في وسط الملعب. شريف تعامل معها بشكل جيد. من السند الاولانية وراح حطت التانية الفريم اللي بعده. هدف. طيب. ايه النقطة التانية اللي كان مشكلة لكت عندهم وتم استغلالها. يلا. روح للجل اللي بعده. بص يا كريم. الكرة دي كان في بدايتها. الكرة هناك خالص ناحية الشمال. تغييرت ملعب. قلت لك تستقبله جون من اورلاندو بايرتز. في الموراء قبل قبل الاخيرة. في الدور الجنوب افريقيا بنفس الشكل. هم بيتكتلوا دايما تحت الكرة في اتجاه الكرة. بيعملوا زحمة. عشان ياخدوا الكرة بسرعة. قلبة الملعب بتعملهم مشكلة كبيرة جدا. النهاردة اتقلب الملعب بقندوسي. راحت لتاو. واحد على واحد. الراجل راح. والنهاردة واحدة من افضل مباراة في بيرسيتاو بالمناسبة. العلامة المضيئة الوحيدة النهاردة في مباراة النهاردة. كان بيرسيتاو. على فكر الكرة دي كان عملها نهارة ثلاث مرات. واحدة في العرضة. واحدة الشوط الاول. وعدة بمنطقة البراءة من ناحية اليمين برضو. وتحطب بالعرضة. محمد شريف مقابلهاش. وكرة الهدف. نهاردة اللعيب الوحيد. اللي قدر استثنيه من النادي الاهلي. من الشكل السيء المهين. اللي كان عاليه لعيب النادي الاهلي النهاردة. طبعا هو بيرسيتاو. جيمي انت شرفت ونورت وكان نفسي الظروف تبقى حسن بها. كان نفسي نحتفل بالنادي الاهلي النهاردة. ملحوقة ان شاء الله. النادي الاهلي قادر بإذن الرحمن على الصعود. قال امور بقت صعبة. الامور بقت معلقة بيد سانداونز. امام الهلال السوداني في مباراة السفت القادم. لكن اعتقد ان الاهلي ردت فعله. لازم تكون على الاقل. انه يكسب بمشان الجايين. ويترك البقى للقاطر. جيمي باشكورك شكرا جزيلا. حلسا مكابلين مع حضراتكم بعد الفاصل. كاباتر الكبار. كابتن حسن مصطفى. كابتن محمد عبدالله. خليكم تعالي. كاباتر الكبار. كابتن حسن مصطفى. كابتن محمد عبدالله لتحليل مواجهة الاهلي اليوم امام صنو. زي الجمل بتأكد على بعض والله انا عايف لنفيش تحليل ولا حاجة بس يعني. كله تماما كيما. خليك. كله حر. كابتن عبدالله مش عرف الله. حبيب يا كريم ربنا عزك يا رب انت اللي منور دايما يا رب ومطألك كده وكل صون طيب. والله النهاردة اليوم كان نفسي بقى حلو ولطيف ونحتفل مع بعضهم وللاهلي اخد خطوة للتآهل واه واه وفي الاخر. يا حاجة متوقعة. ايه اللي متوقعة? مش النتيجة. الخسارة. الخسارة. وتالي احنا مترهنين. وانا انت وحاصة. انا لسه راهان. انا المترهان. انا المترهان ما حاصل. اه. ودي اللي بقول للك اهو كنت الحلقة اللي فاتت قلت لك ايه. كان يروها انا مش. قلت لك الاهلي والزمالك برة. ليه? انا اللي بقول للك اهو. ولسه في اعمل يا كتبه. لا لا لا. مش نقص هنكد. مش نكد. خلي. انت بتقول لي خليك واقعي. اه. وانا رجل واقعي. عالورق. الاتنين برة. ازاي? عالورق لسه مش بر. لا بر. المدشين اللي جايين? الاهلي او الزمالك. انت دلوقتي بتلعب الكرة في رجليك? ولا انت مستني جميل من الناس. ما انت هتكسب المدشين. محتش هيجاملنا. اه. محتش هيجامل لكرة. يعني انت بتتكلم الا انا بولك. ولا حد هيجامل اهلي. ولا حد هيجامل زمالك. خلينا افماطشين. يعني خلينا نتكلم على الاهل. انت كده بتقول ايه مثلا على موضوع المجاملة. لو مسلا سندون جامل. اه بزرعة. يعني دي هدي هي دي النقطة. اما الزمالك لو كسب المطشن هيصعر. لو. لو. ده في علم الغيب كل ده. هو كل حاجة في علم الغيب. بس انا بقول لك. هما بره بره. بص يا كريم. هقول لك على حاجة. خلينا وقعين زي ما انت بتكلمي. خليك وقاعي. بمعنى ان انت ده حال الكرة المصرية. ده معاك انا. ده حال الكرة المصرية. اللي انت شايفه لما يبقى البطل الشاشة عندك بيحصل فيه النهاردة كده. والبطل التاني برضو الدنيا مش متزبطة معاها. ومنتخبات. ومنتخبات. ده لو هتتكلم اتكلم على منظومة كاملة. منظومة كاملة. ده اللي احنا بنجنيه في الاخر. انا وضعك انا عبدالله الحلقة كلها بديها كده النهار. اه طبعا. ده اللي احنا بنجنيه في الاخر. معاناك في كل حاجة. لزابط كده. انما انت لو عندك المنظومة من البداية كل واحد اشتغل في اللي يعرفه. وكل واحد بيشتغل بضمير. كنا زمانا دل دلوقتي مسابقين ناس كتير. احنا عادنا نقول السعودية. لا مناش دعوة بالسعودية. ولا اللي ندعو بقطر ولا اللي ندعو بالدوريات حتى العربية اللي كانت. اللي الناس كان بتتفرج علينا. دلوقتي احنا اللي بنتفرج على الناس دي. فانت حال اللي انت بتشوفته النهاردة ده. اول اللي انت وصلت له. طيب. كابتن. اصار تانية. اي بس في نقطة انت بتقول ان الناس مسلا دورة قطر سبقك الدورة السعودية. انا كابت حسن. بسبب راس المال. اه بس قابل راس المال. انا 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 عايز. طبعا من ازاي ده? عايز الاول اتتكلم عن مطش. فضل. اه. النهاردة ايه? ليه الاهل النهاردة ظهر بالشكل ده? لا اول نادي الاهلي مش يعني انت بتجي تبص على مطش الداخلية. اه تبص على المطشات اللي قبل ما يطلع للمطش زي ده كده. اللي عيبت النادي الاهلي يعني بتلعب مطش تجاري. يعني حتى مطش المقولين. مطش تجاري. الناس يعني عملين يقولوا ايه? كان في حاجات عملها اسمعها كتير. الاجهاد الاجهاد الاجهاد. اجهاد ايه? هو. في مطشات مش هينفع فيها اجهاد. في مطشات. او انت باكتش بجي لك اجهاد وانت بتلعب كابت الحسد? انا. لو كنت بتعبو ضغط المباريات. والله والله. انا انا ديجي على فجرة كريمة فالاسبوع اللي فات. اه. وانت لك ما نفعش انا ابقى في الليفل ده. وتقول لي اجهاد. انت عارف قلت نقطة كريمة عجبتني قوي في بداية البرنامج. قلت الاكل بتاع العيب. انا بشوف العيبة بتبقى صهرانة. اه والله. انت عارف يا كريمة والله والله. انت بتكسب المطش بتروح تعمل الاستشفى. في جنة يعني. بتكسب تعمل الاستشفى. تنام بدري. عشان تصح تتمرن بدري. تبقى مركز للمطش اللي بعده هتموت نفسك. عندك منافس بيلعب في مكانك ممكن لو انت غفلت ثواني هيلعب مكانك. طيب كبت الحسن بالمناسبة وكبت العضانة معنا. انا معي اتنين مدربين اهم في الكرة المسايد اللوقتي. اللايبة بتاع دلوقتي بتعمل كده? بتعملش كده خالص. بتعمل ايه? اه. والناب يقول لي. هاولك حاجة بسيطة. اه. انا لما كنت بعدي على اللعيب انا كنت مسك مسلا في السموحة وبراميز. اه. فكنت بعدي. الاقي بارتمانات كده. ما شاء الله كل واحد معها اتنين تلاتة. فاسألهم ايه ده? بروتين. يقول لي ده بتاع الاستشفى. ده بتاع البروتين. ده بتاع عشان العضل بتاعتي ما تخص. حاجات جديدة. ده عشان كزا. الله. فقولت لهم. والله يا كده يا كريم. والله. قلت لهم يعني انتو بتاخدوا كل الحاجات دي وبتعابوا ربع ساعة نصف ساعة في المطش. اما لو احنا كنا بناخد الحاجات دي. احنا ما كانش على ايامنا الحاجات دي موجودة. يعني. انا. انا. انا مست. ايه? انت كده طمينتي بياخد بروتين. اه في حاجات. طبعا انا اعرف لايبة بتجيب في المعسكر ليلة المطش سندوتشات كبدة. اه. 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 لا فيه. لا فيه حاجات ده. يعني. يقول لي خليت لها طالعا. مش عايف مين هنيبعت. اه. اه. فيه. اه. الاكل بيخش دليفر يا عادي. صح كده. طبعا. طبعا. لا انا بقول لك شوف يعني بياخدوا كمية عندهم الاستشفى دلوقتي احسن. اه. التدريب احسن. الجيمة احسن. اه. كل حاجة موجودة دلوقتي. التطور في كل حاجة موجود. بس الموهبة قلة. الحماس قلل. المجهود قلل. اه. التركيز بتاع العيب قلل. دلوقتي كل العيب هو ماسك التليفون هو ده اهم شيء بالنسباله. هيحط الصورة ازاي. ايه. ايه. اهم حاجة الصورة عن استجرام باش تتعامل ازاي اه. بالضبط. اه. اهم حاجة وتاخد لايكس كتير. والله العظيمة اه. الواحد قعد محروق دمه. اه. والله كمان مرايا. انت عارف يعني انا متوقع ازاي كبس مش متوقع مش متوقع نتيجة تبقى عالية كده. انما تعال بقى نتكلم في القرى بجد والله. اه. 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 اللي تلام في في الليلة دي كلها الراجل. مرسل كله. طبعا. اه. طبعا. تعال خد بالك كده انت عندك مشاكل. احنا من بداية السيزون وقلنا نادي الاهلي شكله تنظيميا في الحتة الدفاعية بقت من احسن الفرق في مصر. جات من كاس عالم الاندية. انت خسرت اربعة ريال. ماشي. هنقول واقعي. مين. بس برضو خسارة تقيلة. فلامينجو فرقة لسه. بتعد المفروض ان كان في كاس العالم ده بتعد نفسها عشان الدور لسه ما بداش. بس يا فلامينجو. وشيل اربعة. وفرقة تقيلة. مين. طيب. الاخطاء دي على مدار الشهر ده. مش عارف تعالج. النهاردة بتشيل خمسة. مين. ده انت عندك مشاكل. عندك عندك كارسة بمعنى صح. تعال بقى نرجع للأساس. في حاجة اسمها سبع التشكيل في الكورة. مش كل يوم اتش هتحطيلي تشكيل واتنين وتلاتة. مش كل مباراة حطيلي خط آآ غير الخط اللي قابليه. المناسبة وبعد كاس العالم الاندية لعب اربعة وعشرين لعب. بالزبط طب من هنا كاس العالم الاندية خلص آآ حاجة كم شهر اتنين خلص آآ. تمام بقلك شهر. اربعة وعشرين يقف شهر. ليه? عشان ايه? احنا ايام جوز ايه? كان بيغير كان هم حوالي ستتاشر العيد بالزبط. في عصابات وفي ضغط المباراة حقيقي. ايه? ضغط المباراة. يعني كل تلات يام ماتش. على فكرة. انا ضد فكرة انه اتهمات بالضغط المباراة عشان انت بتغير كتير. بالزبط. انت عايب لو مارسل كله ما بيغيرش? كنت اقول لك ايه? اه ليه حق يشتكه من ضغط المباراة عشان هو بيلعب بتغطوشها ببعطوشها اللعب. بالزبط. انت بتغير كل مباراة بتشكيل. اه. كل خط بتشكيل. اه. اه. لا ده اتنين تلاتة اللي سبتين. وعلى فترات. اه نص الملعب برضو تلاقي كندوسي دخل اهو بدأ يديله. كان قبل كاد يانجس سلية ماشي راجع من صباح. معندكش سبات تشكيل. اه. هما التلاتة اللي خدوش شوية سبات. اه. مع محمد هاني وعبد المناء. وعبد المناء. وش الناوي. الخط ده اللي سابت شوية. بس. ما وضع طبيعا. انما باقي الفرقة. مم. مفيش. كله. انت كل شوية التغير اللي بخط. وده مش مش ده مطلوب. في الوقت الحالي مش مطلوب في الكورة. فرع العالم كلها في ايه السيات وفي ثوابت عندها. اه. انت معندكش ثوابت. ما صراحة كابل محمد برضو. ما قول العام اللي في القالة بي لها بربع مانشات ولا بعد بيتصاب. اه بالزبط. طب ده خلاص بادي تريد مشكلتك انت. والسلية واحساس الشحادت صاب. حسن انت الراجل شغال في التدريب وعارف انا قدام انها فيه اصابات بالجملة عندي. يبقى دي مشكلتك انت كمدير فني. انت بقى الحملة عندك عالي. معندكش ركاب على اللعبة دي. انا وجد نظر يا عبدالله بامانة ان لعبة النادي لقالة جات الفترات اللي فاتت ما كانتش بتقدر تضغط ضغط عالي. الراجل بيخليهم يجرب ومعدل جامد فاللعبة مش قادرة على الحمل ده. فعشان كده هو بيقعد يغيرهم. بالعكس ده انا كم المتشاط اللي خدتها في الفترة الاخيرة. انت في نص الموسم او في في اخر السيزون كمان. يعني انت فاكتر حالة. احسن حالة لك. فنيا وبدنيا واقف على رجلك بشكل كويس. بزر. انما انت النهاردة انت معندكش للسيناريو واحد. وما عرفتش تتغله. انت المفروض تيبقى محضر عندك سيناريو اتنين وتلاتة النهاردة. بس برضا. ربنا كرم. انا معاك. اقول لك اطلاطيت في اول تلات دقايق. بالزبط جدا. وانت كلمت في نقطة كويس اوي. وفيه جهاد. اول تلات دقايق ده ده عدم تركيز. ده تركيز. تمام? يعني انت ربنا كرمك ورجعت للجين بدري. يبقى المطلوب مع فرق ازادي والمفروض ان انت قاري. وشوفتهم ولا عابتهم قبلها بازدوها. عبدالله عبدالله ما هو جيه هو جيه في لما جيه اه لما بعد ما جاب الجول لما النادي اه صندون لقب اتنين فرود رجع حمد فتح في وسط الاتنين السرد بكات ولاقب خمسة. يعني انت لو تيجي تاخد بالك في في الده عدده. هو لقب خمسه. مش م Ludova حسنشول انا مش مضوع Çم هل النهارده كان محتاج يبدأ المباراة بشكل دفاع يبقى تحت الكورة. ما ما يضغطش. ما كريم هو الاحداث بتاعت المباراة هي اللي خلت المباراة تركيز اللعيبة. بداية تركيز اللعيبة. انت دلوقتي اللقطات. جيبت اللقطات عندك ديانج وحمد فتحي اللي اتنين بيغطوا دخلين يعني. هجن جمعة اللقطات اللي كانت يعني انت فاهمني ميلين ناحية اليمين. اه. مفروض واحد يبقى هنا واحد جنبية. اه. يعني انت بتقو بتلوم القندوس. اه بتلوم على القندوس. لا ده مفروض هنا وهنا وهنا حمد فاتح. على فكرة. لازم يبولتين هنا. اه. انت فاهمني? يعني نص الملعب اللي هو ستة وتمانيتين دول من افضل الطورة. طبعا. اربعة تلاتة تلاتة دي هجومية ودفاعية من افضل الطورة. تطبيق. اه مش راس التعيبة. حاجة تانية. انت النهاردة انت بتلعب على مساحة الملعب كله. ومش مطلوب ان انت تلعب بفرقة بحجم بمساحة الملعب كله. اه. وزي ما انت بتتكلم. لو تشتعى الضغط عالي. طب معلش. الضغط العالي مفوش نوريس. طبعا. ما يفعش. ما يفعش. ما يفعش لنا نقطة. انت كل اللجوان ما يعني اللجوان اللي دخلت فينا مش ضغط عالي. تمام انا بكلمك. عبد الله انت تقول على ايه? على جول التالت والرابع. انا بكلمك انت لو انهم عندهم اخطاء. ما فيش فرقة ما عندكش اخطاء. السيتي اللي هو اعظم فرقة. ومع مدرب اعظم مدرب في العالم وبيطلع بالكرة بشكل كواسي منتها. عندهم اخطاء. ده كابتان عبد الله احاكي. انت مش يتراجب مدرب كبير. دلوقتي الضغط العالي ده بيتعامل ازاي? ممكن تشرحون الناس الضغط العالي ده. ما انتمان. واحد ضد واحد. يعني الخطوط كلها بتضغط. التلت خطوط في ظهر بقى. المسافات قريبة. والمساحات تبقى بتتكلم في تلاتين. لا هاتوش التصويب اللي كان فيها. ما هو ده الجول. اه. مص ديانج فين? ومص حمدي فاتع فين? بس انا اقول لك الحاجة. انت بشتغل ضغط عالي. اه. اشتغل زون. لازم التلت خطوط قريبين من بعض. بالزبط كده. المشكلة انا اشوفت النهاردة. الاهلي عنده خط الدفاع واقف فورا جدا. نص الملعب والمهاجمين بيضغط وجامل. بطلعب على الالف ستين متر النهاردة. بلو مش مطلوب وما فيش الكلام ده بطل في الكرة. اه. انت بتشتغل حتى تحت الكرة بتشتغل على الالف خمسة وعشرين يارضا. اه. وانت بتضغط من فوق بتشتغل على الالف خمسة وعشرين يارضا. معلوش اعيز اقول حاجة بس. انت معلوش انت الليجون اللي دخل التلت الليجون اللي دخلوا فيه كيف زي. كرة اتنين شتين. يعني مفيش ضغط عالي. صح. اللاعبة معلوش ونص الملعب ففيه ناس. تخيل بقى الاتنين الديفندر كانوا أساسا دخلين في حضن السرد بكات. فهي دي كانت المشكلة. فاللعبة بدأت تشوت. يعني انت حلول سانداون ايه؟ جابوا جونين شوتين. وجون عبد المنعم عشان ما طلعش عشان تركيز عبد المنعم. كان قلال جدا واوحش ماتش اشوفهله. وبقاله فترة انا باعتب عليه يعني بأمانة. لان انا حاسس ان هو تركيزه. حاسس ان الثقة مدي نفسه ثقة زيادة عن اللزوم. حاسس ان هو بقى احسن سرد بك في مصر. لا انت لسه بدري. لسه بدري قوي انت بقى لك. يعني يا دوب سنة ونص بتلعب كورة. من افضل منه في الاهلي. ما فيه. ما هيدي الكارسة. ما هيدي الكارسة. ما فيش حد. يعني ان انت مسلا دلوقتي ان انا عايز اقرص عبد المنعم واخليه يتعلق هذا. حسن برضو عشان يعني حتى لو انا حاسس بنفسي ان انا حسن مساك في مصر حق. وضع طبيعي. لان هو الفترة اللي فاتت. عبدالله في المتشاط المهمة لازم ابان ابان قويته. مش هنبقى قاسي او على اللعيبة. صدقني والله انا بكلمك كلام كورة. مش هبقى قاسي. لان اللي كان بيتفرج برا ده كان بيتفرج زي اي مشجع اهلاوي او مشجع اي مشجع مصر بيتفرج على المتش. اللوم اللي يتلام ويشيل الليلة كلها هو كل الار. والله اللعيبة. لا لا انا مش معاك. لا لا لا. معلش. انت انت عندك سرارات. ممكن اقول لي اتنين. وضع طبيعي ايامها منظومة بس. ايبا. ايبا. وملي الاساس. مين اللي بيشيل الليلة. انا كولر مسلا يعني قلت اللعيبة معلش انا معلش يا كبتا عبدالله. انا قلت اللعيبة تضغط لما تضغط تاخد الكورة من مناطق مهمة. بزبط. ما اخدوهاش. انا قلت اللعيبة في مواقف واحد ضد واحد ما تاخداش. انا قلت لهم في الجول التاني. من مين? الكورة السكن بول فيه تلاتة واقفين. من مين? التلاتة بيسيبوا الكورة. من مين ايه? شخصية المدرب اللي برا. لا يا حبيبي. شخصية المدرب اللي برا. عبدالله. كلامك فين? انت قابل بتتفرج على المباراة زي زي يا حبي. حقيقة. انا قلت لهم في المنطقة. لا. مفيش يا باشا. كريم انا معي خمس صغيرات. ممكن اغير من اول دية. انا عندي صغارات. عندي فجوات. وانا شايف ان في عندي فجوة هنا. ابدأ غير. ده مش عيب. العيب ان انا اطلع بالشكل ده بالمنظر ده. ان انا بقول لك في بداية الجيم انت ترطيت بالجوم. في ديها تلاتة او ديها اربعة. بس ربنا كرمك وعواط. انا لازم ايبقى اشتغل شغل واقعي. بمعنى فرقة انا مش قادر يا جريها. يبقى اشتغل في المساحات. وهو فرقة بتلعب في المساحات الصغيرة بشكل كويس. يبقى انت بتساعده على ان هو يشتغل ويطلع ويبدأ ويشتغل بشكل كويس. وانت انفضيله مساحات. لأنا ارجع واحترم الخصب واحترم نفس انا كنادي اهلي. اشتغل في زون محترم خمسة وعشرين يارض على الال. وابدأ اشتغل عندك الكنتر اتاك عندك اتنين. على الال النهاردة بيرتساوه كان فيق ممكن تستغله بشكل كويس. عندك طاهر عنده رجل عنده سرعات. شريف النهاردة نوعا ما. انما انت مستغلتش الكلام ده. انما انت استنيت تلبيت. خدت واحد في التاني في التالت. مظاهر بتمنى. طيب كابتن حسن اسمع. هي النقطة اللي عبدالله بتكلم فيها. انت التلت تجواني لوانين واحد شوطة. اتنين شوطة واحدة كرة سابتة. اه. ده تركيز لعيبة. ده دخول المباراة ان انت داخل على المباراة. عدم تركيز لان اللعبة كلها مكانة النهاردة مش مركزة. انا قاعت بقى على المدير الفني في الجول الرابع والخامس. اه. لان هو بدأ يضغط ضغط عالي. بدأ عايز يكسب. عايز يتعابل. اما ان الرابع الخامس دوت خلاص. انا هكلمك في نقطة. هو ده بقى النقطة. انت خلاص. انت بتضغط ضغط عالي. ما هو انت. اه كريم انت لو تجي تبص على اللي جواني اللي دخلت فيك. انت في الشوط الاولاني. مفيش يعني عارف انت ايه. نص الملعب بتاعك سيء. ما بيطلعش بالكرة كويس. داخل في حطن الديفنس. عندك الديفنس بتاعك كان مهالها لكله. انا هرجع لك في النقطة بتاعتك انت في البداية. مفيش العيب مركز في في الاربعة اللي وراء. فانت انت دخل فيه. وحتى حارس المرمى ما كانش مركز. اه. فدي كانت عوامل كلها تبين لك انها تطلع على الشوط الاولاني. عدم التركيز ده. والتحضير بيبدأ من مين الاول? المدير فني. صح? كابتن عمضالله بالمناسبة. انا 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 لعبة عليها حلوم كبير طبعا. لا لا اخد بالك. انا وكابتن حاسم ما ظنش مختلفين ان كله النهاردة له جزء كبير من خسارة. اه. بس ده ما يمنعش انه العيبة لها جزء كبير. سبعين في المية. لا يا لها. طبعا انا عايزة اقولها. بس انا بتكلم حتى التركيز وتحضير المباراة بتيجي من شخصية المدير الفني. اه. من وشك من تعبير وشك بس. وانا داخل. ممكن اقول لك حاجة تعيزك شوية. مش انت اشتغلت مع لعيبة. اه. ما هو اللعيبة بتهدي الوقت من ازاي اللعي بقى مش انتو. يعني زمان معليش ناسف والله. انا انا شخصات لعيبة تنادي اهلي. سيمني بس زي ده. ومارش مهم. طب والله اكمل لك دي. انا انا متأكد انه زمان مانو جوزيه. وهو داخل قط اللبس انتو بتبقى قلقانين ومتوطرين منه وقابل ما يتكلم. دلوقتي الجيل ده. الجيل ده مش اللعيبة دي. ده باش خاف. هقول لك على حاجة يا كريم. سيبك بقى من مانو الجزيه. والله ما بيخافه. انت كلعيب نفسك داخل المباراة. وانت لعبنات الاهلي. عايز تثبت نفسك. عايز تموت نفسك. على فكرة. خلي بالك. ممكن اي مدير والله احسن مدير فني في العالم. يقعد يقعد يتكلم مع اللعيبة. يقول له اعمل واحد اتنين تلات اربعة. وانا عايزك ان انت تبتكر وتروح وترقص وتعمل كل حاجة. اللعيب تركيزه لما هينزل هيعمل ايه? حماسه عامل ازاي? معدل جاري وفي الملعب هيبقى عامل ازاي? يا كريم. المشكلة ان اللعيب بتاعنا بتحس ان هو بينسى. صح. تدي له معلومة وهو نازل الملعب بينسى. انا بقولك الكلام ده. ده التحضير اللي قبل المباراة بيوم باتنين بتلاتة. انت حضرت بالشكل اللي ليه بنادي الاهلي. يعني ان انت بتخيلك وتخيل ان كولر رايح واخد اللعيبة معايا ومسافر بالطيارة. وما قالش كل اللي احنا عايزين نقوله. او اللي احنا بنفكر فيه. او كل الحماس اللي عايزي دي. ومسلا كابتن الخطيب قعد معاهم وتكلم معاهم في كل النقط اللي احنا بالتكلفة. اللعيبة نزلت عملت ايه? ايه دي. ايه كان. ما ادارت المباراة غلط اساسا. انت اللعيبة. حتى والله لو. يا حبيب ما هي منظومة واحدة. هي منظومة واحدة. ننهي هذا الخلاف بين كابتن حسن وكابتن عبدالله حولها. من المتسبب. كولر قامل لعبين بالفاصل. بعد الفاصل نواصل خليكم معاهم. يا اهلا بحضراتكم مرة اخر طبعا انا عايز اسألكو على محمد الشناوي. بوض سوا محمد الشناوي كان من ساعة مطش الهلال يعني فقط تركيزه شوية. رجع في الدوري لعب مطشين كويسين. وكان في حاجات كتيرة كان بيعملها كويس. بس انا برضو كنت بالوم على الجول بتاع الداخلية. كان لازم يسود الكورة ديات. لان لو انت دايما الحارس الكبير. انا دايما كنت قول كده الحضري. بيسود الكور السهلة والصعبة. عشان كده بقى الحضري. الشناوي بحس دلوقتي بيسود الكور صعبة وحاجات كتيرة كويسة. بس في حاجات سهلة كتيرة او تخدش فيه. قبل مطش الهلال كمان هحصل. مطش اه. في الامينجو. لالك هزبان. الخطأ اللي هو اخطاوه. ارجع في الامينجو تاني. اه لما تلعب البوكس كان لازم يطلع بالبوكس. ايه مش كده شناوي الوقت ايه او الناس بيقولوا. عشان مالووش بديل. المحاللين. محاللين الحراس بيقولوا ايه. هو اي حالس طبعا بيغلط. بس اخطاء الشناوي دلوقتي بيت قريبة. يعني مش على فترات. يعني الفترة الزمانية بيت قريبة. كان كل يعني سي مسلا لو جون كبير ممكن كل اه. تلات اربعة شهور. تلات اربعة شهور. يخطأ. لا هي النقطة كمان لما خسم. وخطأ كمان يبقى مبلوغة. في كاسل عالم خمسة وبعد كده اربعة وبعد كده النهاردة خمسة. اه. فالارقام كتيرة. معالهم دارب حرصمار مكويس. مشيليانج. اه. جدا. اه. جدا. بس انا بقولك ان هو معندوش منافس. بسبب اللي هو الحالة اللي هو فيها. بسبب ان هو معوش منافس قوي. يعني عالي لطفي مش كويس. لا كويس. عشان بس لما بيلعب بيزبط نفسه. بس هل بقى عالي لطفي ممكن يشين النادي لالي؟. حد مصنف شوبيه اصغرهم سنن يعني لما لعب شوية ادى. طب انا السنة اللي فاتح كريم قبل من عالي لطفي ومصطفى شوبيه يلعبه. كان كل النادي لالي كان قال لك احنا عايزين نجيب حالي سمرمر. لما لعبوا اخدوا الفرص قدوا. بس هل انت الشنة وتقدر تقعدوا? لا طبعا. اه. لو قعدتوا هيبقى الامور غالط. ليه ما يقعد? ايه المشكلة? لا انت ممكن تقعدوا في الدوري. المشكلة. لا 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 لا. يقعد في الدوري. هقول لك على حاجة مهدي زي دي. لا. يعني انت مثل مبارات الاوت نيوك جمعة تقعدوا. يقعدوا. المشكلة. اه. يا جماعة ايه المشكلة? اه. يعني يبقى له كتين ما جاي مسلا. مش قول حاجة وحش بس مش رجله في الملعب. ايا كان. زي مبارة حاسمة. طب ارجع تاني. طب لو الخطأ يتكرر. هنرجع نقول يا ريت علي كانوا. لا لازم. انا بقول لك لازم الشنوي يقعد. لازم الشنوي يراجح سباته. اه. لما يتقال علي ان انا احسن جون في مصر. ما ينفعش باخطائي متكررة. اه. ما ينفعش تبقى اخطائي. كل اه. اسبوع او اسبوعين. الاقي خطأ. لا. في مشكلة عندك انت. في مشكلة عندك. لازم تراجح سباتك. لان ما فيش مشكلة انه اوه. لما الحضري. بس تدي في الدور. انا يعني. لما الحضري. كان العمل. انا ما يلقى اتنظرك بقى. اه. لما الحضري درب غصي شوية ايام ما كنا احنا موجودين. اه. جي كابتن نادر السيد. اه. وخد شوية. الحضري لانا بقى كده تاني. لا لا انت غير. الاحداث دي معينا. اه. تمام ماشي. الحضري كان هيخصرنا كان هيطلعنا من بطولة يعني كناش هنخش دور المجموعات. اه. مع فرة الجزار دي اسمها. الناس اسمها. شوية بل ازداد? لا لا. مرادته الله. اتحاد العاصمة تقريبا. فكنا هنخسر بسببه. الكرة خبطت فش وجدت وكده. فجيب جابه نادر السيد عشان نيجي يلعب اساسي. اه. يعني ايه فطبعا كابتن ناجي كان بيحب الكابتن بيحب يا صاحب الحضري جدا. فعصام مركز جدا. وقاعد يركز اوي اوي اوي. انا عايزه لك حاجة في السنة دي والله. احنا كنا بنبقى تعبانين بنالعب طايرة. والله يا صاحب الحضري كان بيجري سبرينتا دي جرينة. قلنا خالحاجة. كان بيجرينا. يعز يجري عشان مركز. انا فاكر تمرينة. كنا بنسخر وبنعمل طب انا عاول لك. اعاول السنة بس عشان اكمل بس حتة دي. والحضري كانت احمد نيكا بيعمل تمرين شوتنج عليه. طب لا السنة. انت عارف مان والجزي. انت عارف مان والجزيه قال له ايه. قال له انا هلعبك اول الدول. لو دخل فيك جول انت مش هتلعب تاني معاي. جول. لو دخل فيك جول. انت السبب فيه. مش انت السبب فيه. انت مش هتلعب. حضري قاعد في كاس. لو تاخد بالك. حضري قاعد ففترة ما يخش في جوال. اول جول او ما عرفش ده في كاس العلم الان ده. واقعد. ولعب نابل سين. عشان كده بقولك مش مش مشكلة. وضع طبيعي عادي يعني. عارف لما عود. ممكن تكون يعني التركيز اللي انا عدم تركيزي في الفترة دي. ممكن انا لو قعدت. وربنا يكرم علي. علي جون كويس. وعنده سبات كويس. ويقدر ياخد المباراة بشكل كويس. لو حصل نصيب خد المباراة اللي جاية. بالعكس ده تفوق الشناه واكتر واكتر. يعيش حساباته. طيب. وضع طبيعي لازم. سألتوكم السؤال ده قبل كده وسألو لكم تاني. تفضل. رأيكم ايه في الجانب الاهلي. تاني? اه. عشان ده وقته بقى. انا اتكلمت معك الاسبوع اللي فات. انا قد تغرق في بيرس تاول. لا انا عند. لا انا برضو قد انا بيرس تاول عب كويس. مهاري. موقف عليه. واحد على واحد بيقدر يعدي. راجل ما بيعرفش يجيب جول. ما بي. مش يعني ايه. ده جاب جول حلو او النهاردة. ماشي. اه. على فكرة بيجيب جول. اه. بس في حاجات سهلة كريم. اه. هي ديت اللي بتعليك. اه. هي دي اللي بتخليك في حتة تانية. اه. هو. هي دي مشكلة. ايه راجل دي اعجل نهاردة. لا برضو هيفضل عيب كويس. من احسن دبندرات موجودة. لا بس هو دي اعجل. بالضبط. القندوس هي نفس الخصوة. لا. يعني. طب استنى. هسألك سويا. الفضل. دلوقتي الاهلي عنده اه. خمس اجانب. ومعهم كمان. لو كريستو اللي بيلعب الصغير في طول. في طول. بس خلي كريستو شوية لسه ما شوفناهوش. بالضبط. الخامسة دول. لو قلتلك اخر الموسم. هتبقى منهم مين. هتبقى مين. ما ابقى منهم كندوسها. بس. لا. وعلي معلول. علي خلاص كفاية جماعة. دي انج. كفاية علي شكرا. طب دي انجي ده. ولا دي انج. لا. ما احترامل اي حد برستاو. اه. اه. برونوز امنا مش ضعوة بي. امنا مش ضعوة بي قالو تبوين في العجرة ماPanti. نحن عاجلني اه. تلاتة دول الى عالي طبعا لها Emirati الاهلي حاجة كويسة او ادى بشكل كويس وما بخلش. بس زي ما اقول لك كل وقت ولي ادان. اه. في المكان ده بالاخص انت محتاج باكليفت فايتر. علي خلاص. اه. بدالين انت بتشوف الماتشات اللي هي بتبقى مثلا كميات جاري كتيرة. اه نادي الاهلي مش في حالته. هتلاقي علي. فانت شايف الكندوسي بس اللي يوض. اه الكندوسي اللي هو لعيب كويس بصراحة. لعيب كويس. وبرضه اتظلم في الوقت ده. اه. مع العلم يعني اقول لك الحقيقة. بس المفاجأة بالنسبة لان انت عايز علي معلول يمشي دي. مش يمشي. اه. انا مقولش يمشي. يعني يبقى سميل. يعني هاتلو هاتلو حد يلعب بقى. ممكن يبقى بديل. او هاتلو بديل كويس. احنا هنعملها تاني انت الاجناب اللي عندك لازم يكون اساسي. المفروض يعني. ده المفروض. صح? فانت هتجيب له. علي معلول كم من اعلى المشاركات في لعيبة ناديل. خلاص توهلك خلاص. لازم تدور على البديل. ولا انت هتستنى لما تلاقي علي خلاص. وتقعد بقى تدور لسه يا علي ما بقى تدي محمد اشرة فياخد الثقة. هيبقى كويس ولا لأ مع الاستمرارة المتشاط. لنما لازم اجهز البديل. والديلانج عايزو يمشي. اه انا شايف ان هو ممكن ناديل هاتل يستفد انه مادية بشكل كويس. طيب. وفي افاركة تيجي احسن من كل او اجانب يجيو سألك برضو نفس الشيء. لو الخمسة المحترفين له لاتباقي مين منهم? خندوسي علي معلول ديانج. تلاتة. اه. وجيب فرود. يعني. ماشي برونو سافيو? لا احنا ما جبت السرط لا. لا انا ما جبت السرط انا بخصمه. انا بخصمه صراعا. اه. لا يعني لا صعب. بالمناسبة. الله يصامحوا اللي جابه. اه. الله يصامحوا الله. اه. يعني بالمناسبة ليه برونو سافيو اصلا. عشان برزيلي. لا اهم كانوا جايبينه عشان يعني مسلا كان قافشة في حالة وحشة جدا. فحاولوا يجيبوا لعيب يقدر يعمل حتة دي. ليه تلوح تجيب لعيب. ليه ما جابوهش اساسا ليه قندوس من الاول. بالصبت. يعني من اول الموسم ليه ما جبتش القندوس. ما انت بقالك انا يعني اللي انا عارفه انت بقالك سنة متابعه. طب انت ليه ما جبتوهش من الاول وكان ياخد. طب ليه ما نتكلمش نقول. الاندية التانية زي المقاولين. آآ زي امبي الافارقة اللي التلعبش في النادل هالك. كل الافارقة اللي موجوده في مصر لا تلعب هالك. يعني ما احترامي اللي رأي عبدالله طبfa يعني. انت شايف فاركو. البكريت بتاع فاركو. فاركو. معاperة بتاع المقولين. آآ بتاع وحش. آآ بتاع فيوتشور وحش. هم شاندة خد كاسمه؟. آآ ايه وانور ده لو خد على فكرة في نادي الاسمالي الفترة اللي جاء وخد بشكل كويس هو لعب جامل جدا. انت عارف اللي. يعني العبدالله دي. كل الافارقة اللي بتكلم عليها عبدالله كل دولة ممكن يلعبوا في الانده دي بكويسين جدا. طب وليل. طب النادي لالي لما جاب من العيب من الفرد من الجونا. وجابه بملايين. حمل ايه في الجونا. حمل ايه? حسن. انا انا الكواليتي ده. الكواليتي ده كريم. كده بكرة انت فاركو بفكرك باسم. حاجة جامدة جدا. انا هكلمك. طب انت متخيل هو في فاركو اللي ما عنداش تدعمات وفرقة برضو. طب هو اتبر من الفرقة الصغيرة في الدور المصري. هو بيزهر بالشكل ده. طب لو لعب مع مستوى اعلى. ولعب اعلى من اللي في فاركو. طب هيزهر بالشكل ده. هيبني وبينك بتبقى يعني فيها ريسكي. يعني انا للاسف الوقت خلص. للاسف يعني. احنا بيزعل بجد عشان. والله العظيم يعني تحديدا صناعة عبقرية يعني. ربنا خليك. جزيلا. ده كان ختام الحلقة النهاردة من رقم عشر. يا رب. يا رب. يبقى في مسئول كرة. عارف مصلحة الكرة المصرية ويقول يا جماعة انت بتعمل غلط انت بتعمل غلط انت بتعمل غلط انت بتعمل غلط. وده الصح. زي ما توقف في اول حلقة. تعاون غش الصح من بر. انا ما تلاكش تبتاكر ولا تبدع. انا عايزك تغش بس. تتعافش تغش حتى. غش. غش الكرة بتتلعب ازاي? او الاختيار بتبقى ازاي? الموضوع ابسط من مسط. يا رب تبقى اخر الايام الحزينة ان شاء الله على الكرة المصرية. نشوفكم يا رب على قلب خير.